آخر شيء آخر خلاص يقول إذا بغيت تموت شفت الموت مالك إلا هذا نكلمه وقتها لأنه غير كذا جايس نزيد على نفس المخاطرة بدون سبب طبعا منك جايس تتحرك تمشي فهذه نسبة أن يجيك شيء أقل من أنك تروح مع هذاك فيقول إذا لأرسلت الرقم 9 SMS يجيك يجيك الطلبية يجيك ذبان ويتلك وأنا طول الوقت أرسله إحداثيات خريط ما في عندي خريطة ما في نت بس فيه خريطة أكتغل طلع مني الحداثيات فأرسله إياه رسالة SMS أنا هنا أنا هنا أنا هنا فمتابع معاين يعني أتوقع هو كان متوتر أكثر مني أصدقاء مربع راين السلام عليكم أنا حاتم نجار وهذا مربع من ثمانية سيف القرعاوي يجي مربع للمرة الثالثة هذا الضيف شهل مربع بكامل مراحلة فجاءنا أول مرة قبل أربع سنين قبل لحتى يكون في الفيديو ثم جانا بعد ما تطورنا أصلاح من الفيديو وجانا الآن ومربع في ثمانية هذا ضيف لا تنتهي قصصه الرائعة وتجاربه المذهلة وحياته الغريبة السيف القرعاوي رحال بمعنى الكلمة يطلع من السعودية يحجز تذكرة على المكسيك ما يدري وين بيروح ما يدري وين بعيش ما يدري كم بيقعد ويجي بعد سنة يقول والله لي سنة في المكسيك يطلع من المكسيك على أثيوبيا على تنزانيا على المغرب على أسبانيا رحالة فعلا 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 سيف القرعاوي مقل جدا في توثيق وتصوير تجاربه لأنه مؤمن على عكس الكثيرين من الرحالة أنه يحب يعيش اللحظة وأنه ما يبغى التوثيق والتصوير يؤثر حتى على قراراته العفوية في بناء خطته في السفر فعن حياة الترحال هذه عن الواقع كيف واحد يطلع يعيش سنة كاملة مسافر من وين يجيب فلوس كيف يعيش وش المستقبل وش وضع الزواج ضغطت لأنا استخدمت الميانة اللي أمونا على سيف إني ضغطت على شويه بعض الأسئلة فيعطي العافية لأنه تحملني بعد نص اللقاء الأول اللي هو اللقاء طبيعي صراحة يمكن بعد ساعة ونص سألته سؤال واحد مثلوش وداك أثيوبيا في أثيوبيا حدثت لسيف القرعاوي قصة عديبة تنفع أنها تكون فيلم درامي دخل أثيوبيا في وقت صارت في حرب أهلية شاف جثث شاف دبابات شاف طلق ناري توجه على رأسه رشاش يمكن عشر مرات في هذه الرحلة الرحلة اللي استوجبت تدخل السفارة السعودية بشكل بطولي حقيقة بتسمعون إن شاء الله في السالفة رحلة إخلاء كيف تخرج من منطقة صراع بين ميليشيا وبين حكومة بلد في وضع لا يحسد عليه والموت كان قريب جدا منه بعدة مرات تجربة عجيبة قصة عجيبة عن حتى الترحال وعن قصة تهديدا في أثيوبيا متأكد إن هذه الحلقة بتكون رحلة خط تجلس في سيفيسول معك أربع ساعات استمتعت كثيرا كثيرا بها متأكد أنكم أيضا ستستمتعون أيضا قبل أن نبدأ نحب بنشكر رعاة هذه الحلقة شركة صفا وتطبيق محلي تمنى أن يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفاق هيك الله يا حبيبي شمورك نور طيب كل سنتين حلقة خلاص هي توقع كل سنتين إيه مفوضنا كل سنتين ليه ما أدري نرى للمسا كانت بين وتسعة وطعش بداية السنة الثانية كورونا مت بكورونا 21 أو 20 21 نظن 20 أو نهاية 20 يعني 23 كم مرة تافرت من 20-20 إلى اليوم من بعد كورونا إلى اليوم أنا طلعت طبعاً وقتها أول كنتنتظر الحدود تفتح هذه أول ما فتحت الحدود من هنا أعلنوا عطب تذكروا على الهوملاند المكسيك كنت لست هناك كم توقع حول السنة سنة في المكسيك؟ لا ما كانت في المكسيك يعني مكسيك قواتمال بعدين كوستريكا بعدين مكسيك بعدين سلفدور بعدين مكسيك طبعاً أنت أسلوبك شرحي أسلوبك في السفر تسافر بدون خطة بدون رجعة تروح كم بشكل عامي يعني تذكر واحدة توجه كذا بروح من هناك إلى ذلك القطب من العالم إلى حيث ألقت أم قشامي أي بس أذكر رحلة كانت المكسيكي الوحيدة اللي فاتحة فشيالة طب رحت المكسيك يعني ليه رحت المكسيكي؟ حيات حلوة أبل المكسيك طبعاً ما جاهم كورونا على فكرة يعني الرئيس المكسيكي قال لح تزوي فحوصات ما في أي ما في أي شيء تبي تكفل تبي تفتح تبي تسافر سأو اللي تبي ما في كورونا شباب هادي وعماما تنص البلد اللي بيموت يعني ما يقول ما يموتون مرض من الله ولا يموتون جوع وأنا اللي جوعهم خسروا بزنس ومدريش طبعاً تأثروا صادياً زي أي دولاء ثانية كانت كانت المكسيك كانت مرتع للأجانب الغربيين بالتحديد اللي معارضين الكورونا كل الشغل صار أونلاين والمكسيك ما عندها أي تبي تطعام ما تبي تطعام تبي بهذا تطلع السوق وترى الشارع تروح تجيز ينزل الراتب بالدولار ولا باليورو ويصف بالبيسو عايش ملك وفي فرق تقريباً كم ضايف يعني يعني خل نقول مثلاً البقماك 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 بكم والله ما أدري سنة التاكو لا ما أدري يعني قل خلنا أنا أعطيك يا مثلاً لو واحد راتبه مثلاً بأمريكا راتب ما عندهم شهري بس نقول بالشهر كم راتب تواحد خمس آلاف دولار مثلاً بيصف خمس آلاف بيسو والدولار الواحد عشرين بيسو أوه ف عشرين ضعف إي يعني استهبال أوه إذا بحبح مرة ما أخذ مستاجر فيلا أو يشتري يعني بس خلني نقول مستاجر أنا جالس يدفع شهري ومدري إيش وعايش ملك يدفع عشر آلاف بيسو يعمي خمسة عشر آلاف بيسو يعني وشي أوه ف عايشين ملوك فبعد وقت كورونا مكسيك كانت فيها أمريكان أو أوروبي اي وكانت هذا جزء ما حسبوا حسابه الحكومة المكسيكية بالأول قالوا فكرة فلوس تجي بس بعدين جاء صاروا يجون الجماعة فيزة سائح فيزة سائح تعطيك ستة شهر فكل ستة شهر يطلع السيد هذا يطلع من مكسيك يوم يومين ويرجع ياخد ستة شهر ثانية فلا ياخذ ضرائب ما يطلع الإقامة في المكسيك فما يدفع عليه ضرائب مختلفة ومشارف مين فقال مكسيكان hold up wait a minute يا حبيبي فصار فيه عندهم شوي طيب شنون نتأكد أن السياح اللي جايين للمكسيك فعلا سياح ما هو جايين بيشتغلون يعني بالأخير ما هنم مستفيدين يعني ما بيصرف صرف صاحح ايه ما بصرف صرف صاحح بيصرف صرف شخص عايش أو حتى الأماكن اللي يروحون له يعني فيه قرى صار فيها كيف ترجم امفستيشن أقدر أسأل حل من الاعداء تغيير ايه يعني صار كده اخترق المجتمع بطريقة يعني في بعض القرى صارت أسعار السكن تضاعفت أضعاف على المكسيكان كل يجوا صار أمريكان فصار التاجر ليش أنا أجره مثلا ألف بيسو على واحد مكسيكي بينا أقدر أجره بخمس ألاف على واحد أمريكي بيدفع مع الوقت مع هذا فصار المكسيكي ما يقدر يعيش ف سبب وضغط سبب وضغط صار بعضهم يطلعون يعني بعض القرى الصغيرة يشتغل فيها المكسيكي بس يعيش بالقرى اللي جنبها فصير يروح ينام هناك ومن يرجع هناك لأن هنا فيه شغل أكثر بس غالية عليه ويعيش هناك حصل فيه كذا ما أدري الحين وش صار عليهم يعني مفروض أن مرت سنتين من ذاك الوقت مفروض أن صار فيه عدد توازن وما أدري رح نجوف هذا الشيء الغريب أن يصير الحدث بعدين التتابع الأحداث المتسلسلة اللي بسبب هذا الحدث ما تقدر تتخيل إذا صار فيه كورونا أو تعالوا يا سياح صار فيه تغيير في بنية المجتمع فجأة أي ما تتخيل كيف ممكن الأشياء تسبب الأشياء أشياء يعني تختلف وما أدري البتوفلاء في الأفكت شي بسيط يعني يقول كورونا ما هو بسيط يعني طبيعي بيصير فيه أفكت ويأثر على العالم بس ما تدري كديش الأشياء التفاصيل العادات الناس طبايع الأطفال اللي انوالدوا بكورونا كانت توقع أحد الأشياء المثيرة الاهتمة اللي بلسوا انوالدوا عاشوا بالبيت 8 شهور ولا 9 شهور ما قلت شاف أحد غيرها لهم بدأين فجر نفتح الفجر اللي فيه أشخاص في هذا العالم طب أنت أنت شويت في المكسيك؟ سيف أبغاك تنسى أنك متعودة لحياتك أي وتتذكر أنه ترى كلنا نسحة صبح نروح نداوم ترجع لبيت متغدى مع أهل ولي شفت حقات البولينغ اللي تصد البولينغ من مين اللي سار لما تلك الملكور ما تطيح أبيك تسويلي زي كذا كما تفجهني أرجع أن حياتك مو طبيعية يعني رحت للمكسيك سنة شك تسوي بالأول رحت هناك المكسيك بالنسبة لي يعني حسها طبعا المكسيك دولة كبيرة فيها مختلف التضاريس والطقوس والأكل والمليئة بالحياة مليئة بالألوام مليئة بالنس هناك تشوف عرفت يعني كحيان حياته ما عنده دوم ما عنده دوام ولا يا دوب تسمي ستايس بس شغله يعني تشوف عندهم سماعات الكبيرة في الشارع لازم وانت رايح تمشي خمسمائة متر لازم تلقى ثلاثة أربعة وكلها تسطح بالموسيقى وناس هادي يجيك شايب عمر الثمانين يعني يمشي بعصة لا شتنس سمع الأغاني راحت العصة وصار مستصح وقام يرقص ومليئين في الحياة فالجواب على سؤالك كنت تسوي المكسيك جميلة أروح هناك من مكان لمكان يعني القرى في بعض لماكن أحبها قرى ومدن أروح ألس فيها مريحة لي نفسيا يعني أدخل فيها بطريقة أعيش فيها مثلا أستاجر لي مثلا شقة هذا ألس فيها مثلا سبوع سبوعين ومن أطلع أروح لم أدر وين أقابل أخيائي من أول أروح ماكن مختلفة الرحلة يعني هذه المرة اللي جلس فيها بسنة في المكسيك واحد من أصدقاء جاء عندي مشيت شهر سعودي سعودي شو من المكسيك وكذا بعدين رجع جلس تكملت رحت وجيت خلصت فيزة المكسيكية طلعت القوات مالا وقتها كنت جالس رتب الرحلات سعودي نوماد في المكسيك كان عندنا ثلاث رحلات حكيني سعودي نوماد سعودي نوماد شركة شركة سفر مختلف شركة مغامرات نظم رحلات باك باك نطل يعني مثلا أنا الآن أسافر مدة ستة شهور مدة سنة مدة أشوف وأروح وأدخل وانخرط في المجتمع اللي أنا رايح فيه أود أنقل التجربة هذه للمشتركين اللي يجون معنا بس رحلات ما حتصير ستة شهور مستحيل فعشرة أيام شوي طويل حتى على كثير ناس إجازات ما تسمح أو الارتباطات العائلية وآخر فخلال عشرة أيام هذه نحاكي الستة شهور اللي ممكن أنا أو غيري باك باكر أو رحال تبيت سوفي باك باكر طبعا اللي هو سفر بشنطة الظهر ايه بالباك باك شنطة الظهر أنا حاولت ترجم الكلمة العربي ما أزبطت رحال 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 أبو شنطة رحال أبو شنطة أنت عفشك معاك كل أغراضك معاك على ظهرك ايه كله ما في فندق بنامو بحط عفشي لا لا أنت شلت شنطة خلاص ايه هو الأصل على حسب يعني في بعض الأشخاص يصبح مثلا معهم خيام خيمته و المطرحة ولا الباد وينام في أي مكان وفي ناس مثلي مثلا لا أنام أغلبها بحوال وليس عند عوائل ولكن كذا بس كل أغراضي فيها أغراض بلد أغراض حر ملابس باحة مدري إيش بعض الأشياء معدات تساعدني يعني مختلف الظروف والأماكن اللي نروح لها فسعد نمات ترتب رحلات للناس أغلبهم من السعودية طبعاً أغلبهم هم المستهدفين للسوق السعودي بس ما يصير فيه ناس من الخليج من الدول العربية حولنا بس بشكل عام ركزين على السوق السعودي يعني هم الشريحة المستهدفة أولاً معظم الناس اللي يجونك ما قد سافر ما تجرب هذا الشكل من السفر هو الأصل نعم بس لسه بعضهم يجي مع أنه قد سافر سواء معنا قبل أو قد سافر الحاله قبل بس لسه يجي معنا حيتعلم ويشوف أشياء مختلفة شو الفرق من هذه الطريقة من السفر وطريقة المشهور يعني بروح لندن مثلاً باخذ شنط بأبلز بأكشخ بأخذ فندق مدريش خلنا خلنا ما نقارنها خلنا ما نقارنها عشان كل واحدة لها مجالها يعني عادي ممكن أنا أروح لندن أكشخ والبس وارتاح وهذا مو معناتني ما راح أسوي كذا أو بصور اكسكلوسيف بس كذا إذا أنت تبغى راحة واستجمام وتمشي وتقضي السفر التقليدي هو الأنسب لهذا الشي في غالب الأحلام إذا تبغى تنخرط في المجتمع تبغى تشوف شي ما راح تشوف بصور انستجرام ناس حولك يشوفون يعني مثلا أقدر دخلنا الآن على جوجل واكتب مدري إيش في لندن ولا هذا وأشوف صور أشوف لهذا وكثير ناس حولك مطلع على المكان أكثر إذا تبغى تشوف شي مختلف تبغى تشوف أشياء أصلا ما تدري هي صح صدق غلط موجودة هل فعلا وبتكتشف أن الأشياء هذه ما هي مشهورة وغير مسوق لها مرات كثيرة أجمل من الأشياء المسوق لها مثلا أماكن لو واحد قلت له عطني وجهة للبحر والشهر العسل أول شي بيقول لك الملديف هل معنات أن هي أفضل وجهة في العالم الملديف مريحة نعم مجهزة نعم بس مثلا إذا أنا شخص حالي فيه شواطئ كثير بمريكة الوسطى بالراحة تصف الملديف على الجنب بس أليه لكل الناس أنا تزوجت وباخذ زوجتي لا بس أنا بروح للحالي لا أحد ما عندي مشكلة بس هل تدخلون في الشعب بنفسه هذا هو الأصل يعني أنت برضه من الهدف الأساسي يعني الأماكن الحلوة تلقاه بأماكن ما أجد نخراطك مع الناس يعني مثلا عجوز مكسيكية تسوي تفرض الخبز للتاكو التورتية تروح هناك تشتري من عندها التورتيات كي تبيعلك إياها بالكيلو بدأت أخذها توديها المحلة ما أدري إيش فتسولف مع العجوز فجأة يسولف معك ما أدري إيش فيعزمك عندهم بالبيت فجأة تدلقى نفسك جوة عائلة في قرية ما أدري سان خوزيد الباسيفيكو في مصط المدري وين في بسط يعني أصلا اسم القرية أطول منها القرية هذه ما موجودة في الخريطة فجأة تلقى نفسك معزوم عندهم في البيت وعادي مدخلينك معهم وعايش معهم تشوف حياتهم حقيقية تشوف شي مستحيل تشوفهم مكان ثاني مستحيل تشوفهم جوة المكسيكو في قرية ثانية كل قرية تختلف عن قرية حتى عندني مثلا هنا في السعودية مثلا أجاني بيسألوني كيف في السعودية وين نروح في السعودية سيديها حلو فيها أماكن كثير مرة حلوة بس الأحلى لو قدرت تجلس مع أحد من هنا من أهل السعودية مشيكو وديك استراحة وديك مدير وين عزايمهم تروح هنا لبر يعني هذا الأشياء اللي يروح الدولة أو يروح المكان وما يقدر ينخرط فيها مع المجتمع بيفوته جزء كبير من هوية هذه الدولة فحن يعني الباكباكين بشكل عام سعودية نماد بالتحديد نحاول ناخذ هذا الجزء يعني ونصوره حن يعني ممكن بعض الأشخاص يقول طيب يعني ما شو أنا أرمي وجهة على الناس يعني وشو أنا أعرف أقدر أتواصل مع الناس ما أرى زيها زي ما أرى الثانية بس يعني مثلا عندنا في سعودية نماد نحطها ونحفزها على طريق التحديات مثلا أنا نرجع المثال ست شهور نبي نختزلها في عشر أيام خلال ست شهور تمر عليك مواقف تمر عليك يعني أحداث صعبة خلنا نقول تحتاج تتجاوزها الناس يساعدونك تتكلم مع الناس تلقالك دبرة خارج نفسك يعني المثال الأشهر طيق تصرف حقتك طبعا نحن في أبل باي بس مثال طيق تصرف حقتك نلغة لسبب ما وما معك كاش أنت فعليا يعني معك فلوس بس ما معك فلوس الآن وشون تدبر نفسك الآن فهذه الأشياء نحن نحطها كتحديات مسابقات في رحلاتنا نقسم القروب تيمز كل يعني المشتركين نقسمهم على قروبات كل قروب مثلا شخصين أو ثلاثة على حسب التحدي كل تحدي فيه هدف معين يصلون له ممكن على سبيل المثال يعني هذا المثال اللي أحب ودائما يعتبر الأكستريم نصل قرية ما في مكان ما في جبل وكذا ما كان معزول ونقول للمشتركين جماعة ترى الليلة ما عندنا سكن كل تيم من شخصين معكم أربع دولار مثلا أربع دولار تحتاجة تلقى لنفسك السكن أربع دولار في هذا القرية غالباً اللي ما يتكلمون أهلها انجليزي وانت صح ما تعرف القرية وما تعرف إيش فيها إيش ما فيها ما لك إلا أنك يعني معهم شلون تشرح لهم الموضوع مثلا كتحدي بس كيف أنك تقدر تجيبها في البجت هذا وفي المبلغ هذا ودائما نقول الفريق الفائز يجيبها أقل خلي الناس تحركون نشوف قديش ممكن الناس يبدعون من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة تحسبنا نأمن السيارات بس؟ لا ترانا أكثر من كذا نأمن كل احتياجاتك من سفرتك وتفاصيلها ومظفينك بعد لهم نصيب وحتى مهنتك غالي علينا وبيتك ومستقبل عائلتك بعد تكافل الراجحي حلول تأمينية تناسبك آخر رحلة كانت الفيتنام كان فيه التحدي هذا الفريق اللي فائز سكن عند كذا لقى قيستهاوس أو بيت بيته عائلة لسه جلسين يبنونه ما كتمل تماما لسه جلسين يبنونه يعني هم ساكنين فيه هل البيت بس إنه مفضح هم يبنون يأجرون الغرف للسياح بعدين ولا للأجانب بس إنه ما كتمل تماما ادخلوا أقنعوا صاحبة البيت يدسون عندها بلاش في غرفة كذا فيها سرير فيها يعني مرتبة وكذا مقابل إنهم يسوون لها مينيو الفطور يصممون لها مينيو الفطور إيش الأشياء الأصناف اللي موجودة في المينيو هي تواهت بتفتح فلسه تفكر وهم في واحد منهم في واحد منهم عند مطعم فطور الخبر ففاهم مار في البروزس كام فجلسوا إياه جلسوا كذا ساعتين بس إيش خلنا نحط يصلح إيش ما يصلح وحتى ما ما نصرفوا يعني بلاش إيش صارت صديقتهم صاروا مدري إيش فتحديات زي هذه خلال الرحلة يعني نحط عندنا مثلاً خمس تحديات ست تحديات على حسب الدولة على حسب الرحلة كل تحدي يعلمهم مهارة معين يكسر حاجة الخوف معين يجربون شيء مختلف ما راح يجربونه في ظروف العادية في الحالة هذه الحين مثلاً التيم هذا يعرف أنه لو لا قدر الله صار في موقف زي كذا حقيقي طبعاً نحن عندنا باك أب بلان عندنا خطة بديلة لو ما لقوا في عندنا سكن جاهز وكل شيء جاهز ما هنرميهم بالشارع بس لو صار له موقف مشابه يعرف أنه مهو بنهاية الدنيا مهو بلي هجت لا عادي مورك طيبة وبالأخير يعني كل التحديات تعتمد على التواصل البشري مع هذا المكان أنت راح تتواصل مع شخص يعلمك حاجة تسأله عن حاجة يساعدك بحاجة يعطيك حاجة يعني يتعجبون الناس طبعاً تسمع أنت الآن الفكرة للوهلة الأولى تقول وش تقول وين يا بوي بس أول ما أول ما يجربونها ويدخلون يعني يجربونها بنفسهم تتغير الفكرة تماماً إذا بتقعد فترة طويلة طبعاً ستة شهور سنة أكيد أنك ما بتصرف صرف اللي يروح سبوع سبوعين يعني كيف تحافظ على صرف قليل في فترة طويلة في السفر يعني أول شيء أكثر أكثر أشياء اللي تصرف فلوسها وستهلك فلوسها وتاخذ من ميزانيتك للسكن وخلني أقول المواصلات للطيران والتنقب بشكل عام إذا أنت جالس فترة طويلة ما حتتنقل كثير طبيعة الحال حتدلس مثلاً بدلاً ما حتدلس في كل مدينة يوم يومين حتدلس فيها خمسة أيام أسبوع وفيه تمر تتجى أيام تتلس يوم ويومين فالمواصلات هتقل بفترض أنك هتستخدم باصات ولا الطيارات ولا أي شيء ثاني في الحالة أنا أعتقد أني أنا ما أصرف المواصلات غير تذكرة الطيران اللي من السعودية الباقي أنا دائماً وهذه الجزء جزء المفضل في السفر أني أدخل فعلاً مع الناس أركب معهم سياراتهم بالشارع أوقف سيارة كذا أركب معهم بالله وين رايحين وصلوني معكم بالتجاه هذا وماشين توقف على قارعة الطريق قارعة الطريق وهيتش هايكين وتأشر كل دولة لها رمز صح؟ كل دولة لها طريقة متعارفة فيها عندهم فمثلاً بعض الدول يعني لو تأشر بإبهامك كذا بيفهمونها بعض الدول تقوله كذا حسب كنت تعطيه ثمزب يقولك صح فهذه الدولة لها طريقة مختلفة اسم التأشيرة ولا اسم التوصيل ولا اسم هذي يختلف من دولة لدولة حتى بتتكلمون نفس اللغة المكسيك تختلف عن قواتمالا تختلف عن أرجنتين عن هندورس عن السلفدور معناً كنت بتتكلمون إسباني بس لا خلاص فتعرف كيف تقولها وكيف تدخل تشف أنك فعلياً ما تعرف المكان اللي ما تبدأ تركب مع الناس يودونك بقى مرة يعني تركب مع شخص يقولك والله ترى هنا قريتي أنت بتكمل سيدة بس ترى موقف أنا هنا تبي تشوف تبي تطل تجلس عندنا بتعندنا الليلة حياك فتدخل معهم يعني مستحيل هتعرف المكان هذا لو ما أحد من أهل المكان في الحالة هذه الرجال اللي أعزمني وداك فتنتيب يعني ينتيبك المطافة بأماكن عجيبة وبنفس الوقت ما تصرف شيء ما أنت جالسة تصرف شيء تغيرت أنا لنظرتي للموضوع من 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 تالي صار موضوع الصرف طبعاً أنا جالسة سأتكلم لسه أنا عن السفر الاعتيادي وسيف قبل كان فيه فرق مئة بالمئة تسعة تسعين بالمئة الواحد بالمئة هو بس فالحين لا خففت شوي بدلا ما يصي مثلاً فرق شاسع صغرت شوي ما عندي مشكلة بعد مرات أبحبح أصرش أربع عشر ريال ألعب عشر ريال في المواصلات أو المواصلات اي طبعاً صرت 98% 98% فهذه المواصلات السكن الناس كان عند أهل المكان يعني فيه برامج يعني قبل خلي البرامج خلي أن نسكن عند أهل المكان واحد يقول أنا بقى بسكن تخش من الريال بيوت الشباب موجودة الهوستلز أنت ليش يعني أنت مسافر إلى مكان ما هل تلس بغرفتك طول اليوم لا أنت تطالع تتمشى تشوف الديرة حتحتاج المكان اللي حتنام فيه خلال وقت نومك غالباً تتروش يمكن تفطر تريح كده باقي اليوم تبرى فليش تدفع حق غرفة ولا جناح ولا مش استاجر سرير غرفة مشتركة لك خزنتك الخاصة تحط فيها أغراض تكفر عليها يصير فيه أغلب الهوستلز فيها ستاير أو حق يعني بالخصوصية على السرير نفسه سيتقفل سيزيل كبسولة وفي حمامات كرامة شاورز وفي أماكن صالات كده مشتركة صالة كلهم سافرين أصلاً أي وكلهم مو من أهل المكان أو أغلبهم مو من أهل المكان فيجيك واحد من الأرجنتين واحد من زنبابوي واحد ألماني واحد سعودي واحد كلهم من نفس المكان فخليط عجيب تتحرف عليهم تشوف هذا وش عنده هذا وين رايح وين جاء وش في زين هنا وش في شيء كويس حولنا وهذه كم تكلف تقريباً في الغالب هذه سعارها سعارها يعني جداً أقل ما يقال عنها رمزية يعني تسكن بليلة مثلاً بـ 20 ريال ومع فطور يعني يعني طبعاً تختف من دولة لدولة ما أقارن مثلاً سعار الهوسلز في المكسيك مع سعار الهوسلز في أوروبا الحالي مثلاً في دول صعب أنك تدخل معها للمكان بسبب حاجز اللغة فتطفش يعني إلا ما تحتاج واحد يرد الصوت تقدر تفتح مع الموضوع عميق فتلقى ناس في الهوسلز يشاركونك نفس التفكير نفس الاهتمام نفس التوجه فممكن أنت تبغى هذا المجتمع وتبغى هذا المكان بس مرة يهمك خصوصيتك مثلاً مات وين أنام مع شخص مع أربعة شخاص مع خمس شخاص في نفس الغرفة ففي عندهم حتى غرف خاصة في بعض الهوسلز بس الغرفة خاصة لسه سعدها جداً رخيص مقارنة بالفنادق ومرتبة ونظيفة ويعني غرفة غرفة يعني خلني قولت زي غرفة ما ده فندق ثلاث نجوم مثلاً ما حب ما يعني أسلم الشغل المفروش يعني مسعر جداً جزء من الفندق وليسه ما عندك المجتمع هذا اللي من جميع الحال العالم فتأخذ الشيء خلصيتك والمجتمع الرهيب هل تشوف في الهوسلز وفي السفر ناس يعيشون هذا النمط يعني احنا ما نتصور أن نعيش سنة كده في مكسي هل أنت قاعد تشوف ناس لهم سنوات عايشين في الترحال هذا في كثير يعني تستعجب لما تسمع قصص ناس وتقابل ناس نقولك والله طلعت من ديرتنا عمري 18 تقولك 32 ولا 40 يعني يعني بعضهم عاش برا ديرته أكثر من جوها وترحال مستمر ممكن يرجع بمناسبات خاصة جدا وفترات محدودة جدا بس باقي الوقت تلقاه ماشي في أرض الله السؤال اللي بتطرحها طيب كيف يقدرون يجبون الفلوس يعني أنت بالنسبة لك سويت ربطتها بشركة سياحة بسفار وكذا وقاعد تسوي رحلات وكذا اي فيعني واضحة الصورة يعني البقين فيك يعني فيك كثير يعني ناس يشتغلون أشغال موسمية يعني مثلا يصير مدربين موسمين الرياضات معينة مدرب غوص مثلا فترة ما أدري السيزن في بالي مثلا يروح هناك 3-4 شهر يصير مدرب غوص يدرب الناس ممكن نفسه هو يصير برضه مدرب طيران شراعي فإذا خلص موسم الغوص في بالي يصير موسم طيران شراعي في دولة ما في خلص من هنا يروح هنا يتنقل من هنا إلى هنا يعني أتذكر واحد كم كان عنه حول الستين يعني طبعا رقما يعتبر ما هو صغير بس الرجل بصحته بشبابه نشيط ويروح ويجي ومسافر لهم 30 سنة وأكثر مدرب كل شي في الحياة أي رياضة أي رياضة يقولك نعم عندي شهادة ما دري إيش ويدرب فعلا فزي كذا توضح الفكرة أنه أوكي يعني هو مدرب غوص مدرب تسلق مدرب ببحار طيران شراعي سبق سياكل ملاكة عادي أي شي إلا بيلقى شغلة إلا وإلا ما بيلقى شغلة بعدين أنت لما تصير تسافر مثلا أنا رحت الدولة الفلانية عندهم معروفين بالمهارة هذه وبالشغلة هذه تعلمت عندهم عندهم أنا ما صرت بيعموية بحارة السقية أنا عادي بس سافرت الدولة ثانية أنت الفنان اللي ما يعرف الشغلة هذه إلا كم واحد ركوب الأمواج أي مثلا تخيل ركوب الأمواج يعني ما توقع عندنا أمواج في السعودية مو ما توقع ما في أمواج فلو فرض أنه كان فيه ركوب أمواج وحنا ما حنا مثلا ما حنا داخلين في المجال هذا فتتعلم في مكان تنتيجي هنا تصير فنان أنت المطلوب جميل للسكن أنت كلمت فيه أنواع مختلفة من السكن فيه أول شي بيوت الشباب زي الفندق بس أرخص وأصار فيه سالفة المواقع العوائل هذه سالفتها فيه مواقع زي هنذكر أسامو كده عجيب كاوت سيرفين بنحط روابطها تحت ممتاز كاوت سيرفين مثلا موقع جميل فكرته هو موقع وسيط يجمع المسافر الرحال الباكباكر الزائر مع صاحب المكان حاتم ساكن في الرياض سيف جاي من بره الرياض يربط سيف مع حاتم حاتم مثلا يقول أنا عندي ترى الجماعة في البيت عندي غرفة زايدة عندي كنبة زايدة يا رجل عندي بالمجلس أقدر أحط مرتبة وينام فيها شخص فأنا أقول والله عادي أجي عندك يا سيد حاتم بلس ليلتين ثلاث ليالي منها طبعا الفكرة الموقع بدون مقابل أنت حاتم في بيتك ما هيكلفك شي بيجيك واحد مثلا من الخبر مختلف الثقافة فتتعرف على ثقافتها للخبر مثلا بيجيك واحد من الخبر هيجلس معاك تسولف أنتو إياه تشوف ممكن أنا مثلا أحد الأشياء اللي أحب لما أسكن عند عوائل من طريق برنامج هذا أحب أطبخ لهم شي سعودي جرب كذا سليك ما أدري أنا ما أدري كان ممكن يتوقع أن يجرب سليك بس جاء واحد سعودي والله سواله سليك ولا سواله كبس ولا سواله مو ما نبقى المطهزيز ما المطهزيز ما نبقى نطهزز عندهم بس يجرب شي مختلف وأنا بالنسبة لي لما أجل عن حاتم حاتم متربي ومنولد في المكان هذا عارف متشرب المكان خلال اليومين ثلاثيين بيعطيني بيهديني أماكن بيعلمني أشياء مو شرط أنه يطلع يمشيني بس أقلها بيقول لي رح كذا رح كذا رح كذا ولا شوف كذا ولا المطعم فلاني بفيت ما دلوش البنوك ترى ملأة ما في هاجس الأمان من الطرفين إذا إذا رايح أحد من العالم من فجأة يجيني أحد الأمان يعتمد على وعي الشخص حسه بالخطر وانتباهه وفطنته وقديش ممكن يقرأ الشخص مثلا ما أدري وشلون يصف لك بس بعض الاشخاص غير مريحين فإذا أنت ما أنت مرتاح الشخص هل في سبب يجبرك تدلس عنده لا فمرات يعني أقول إذا مثلا بعض مرات مثلا عن طريق الموقع صورة الشخص صورة البيت نتكلم مدري إيش في تقييمات في تقييمات طبعا الناس دخلوا عنده تقييمات تشوف الناس اللي يقدراحوا عنده في بعض الناس يكتبون والله ترى الرجال غريب شي مشاعرك ونت نايم بالليل عرفت ما أدري فمثلا إذا قررت التعليق زي كذا ما حتحرص نكترو عنده بس مثلا ما فيش زي كي وراحت للبيت وطلع فعلا أنت برضه حسيت بهاجس الغرابة هذا ستل ما أنتب مجبور ما أنتب ما قصرتك مشكلة فعلية في هذا لا الحمد لله يعني أعتمد على إحساسي كثير أنا موضوع الإحساس يعني مع السفر مع مقابلة الناس مع اختلاف الأماكن اختلاف الثقافات اختلاف الجو العام الأسواق للشوارع تبدأ أنت كأنسان تبدأ ترجع ونلاحظ كلامي جاس ترجع لفطرتك أنك تعتمد على حجسك تعتمد على شعورك بالخطر وشعورك بالأمان وإلى آخرة الإنسان الحديث يعتمد على الحقائق أكثر أنا أشوف حاتم مثلا أقول ما في أي سبب يخليني أقول حاتم شخص سيء إلا مثلا لو شوفت معه مسدس بيطلق عليه حقيقة هذه معه مسدس بيطلق عليه بس هل معنات أنه يعني أنا ما شفت المسدس هل معنات أنه خلاص أرمي بنفسي عند حاتم لا هنا الموضوع أنك تبدأ تعتمد على حدسك وشعورك فكرة الحدس يعني فيه كتاب أيوا بلينك كتاب رهيب عظيم جدا كان يتكلم عن الموضوع هذا كان يقول فكرة البلينك التي ترمش فكرته أنه كيف ممكن تتخذ قرار مبني على حدسك وشعورك في لحظة رمشة فمنطق لك الموضوع أنت عندك الآن الإنسان عنده عقل الواعي والعقل اللا واعي خلنا نقول العقل اللا واعي زي الذكاء الاصطناعي كل ما جتوا معلومات أكثر كل ما قدر يرتبها ويحللها ويطلع لك بنتيجة العقل اللا واعي ما يقدر يتواصل مع العقل الواعي برسائل مباشرة تحسها تشوفها بحلم تشوفها بشعور شحوس يعني تصل لك رسالة كده بحدس فكل ما تقابل الناس أكثر كل ما مخي كيبدأ يصنف الناس أكثر كل ما تبدأ تحس يعني مع كل مقابلة شخص جديد تبدأ تحس تقول والله هذا الشخص مريح إن شاء الله إنه كويس طبعا مو معنات أنك حسيت إنه كويس إنه خلاص إنه مية بالمية كويس لأن برضو بس إنه حكمك بصير أفضل حكمك بصير أفضل وهذه ترى يعني موجودة في الإنسان الموبل القديم القديم الحجري يعني حتى عند العرب الفراسة يعني كان يتفرسون في وجه الشخص صح أنه أشوف هذا الشخص فأتفرس فيه كذا وكذا وكذا بالضبط يعني أنا دائماً أقوله يعني من ناحية من ناحية كذا كمبيوتر و artificial intelligence تخيل شخص مثلا أنا قابلت واحد قابلتك أنت حاتم وأنا مشي بالشارع جيت ضربتني مشيت جيت من بكرة جاء واحد يشبه لك وضربني اليوم اللي بعده جاء واحد برضو يشبه لك وضربني اليوم الرابع اليوم الخامس شفته أحد يشبه لك وش بسوي بخاف خلاص أنا نفس خلنا نقول نفس النمر نفس القالب اللي أنا حطيته في مخي شخص سيء شخص يضرب طبعاً مش كشخص كامل مرة عام بس مثلاً خلنا نستخدم شخص يشبه لك هو شخص سيء فمع الوقت مرة الأيام مرة السنين شفت واحد يشبه لك لسه بقول هذا الشخص سيء ما راح أنتظر أتأكده هو سيء ولا لا التبنيه هذه على أشياء معينة نظرة العين الكلام الطول اللون الشعر الجسم لغة الجسد بشكل عام فكلها مخك عقلك اللواعي يصنفها ويحللها ويسجلها وكل شيء وتعتمد على حدسك بشكل كبير في السفر جداً جداً أعتقد يعني يعني لو لله ودعاء الوالدة ثم الحدس كان ما أدري ما توقع أني بكون هنا أنك مرمي نجي على الثيوبيا الله المستعان نجي على الثيوبيا طب نرجع للسكن البوك مارك اللي حطنا قبل شوي في السكن عندك هوسلز بيت شباب عندك كاوت شيرفينج هذا الموقع عندك تطب عند عوائل بشكل عشوائي فيه أذكر واحد مو شكل عشوائي تشكن عند الناس بختيارك زي AirBnB وواضح وفيه واحد من الشباب راح مدرش مدرش اللي سواه أشياءكم هذي يشتغل ويسكن ففيه مثلا فمتل سالفها ايه 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 هذه خلنا نقول التطوع مقابل السكن والأكل أو مقابل السكن مثلا روح المزرعة أو هوسل أو عائلة أو أي مكان يحتاج لهم مساعدة في شيء معين فأنا أشتغل معهم أو أتطوع فترة بسيطة من اليوم ساعات بسيطة جدا مقابل أني أنام عندهم بلاش أسكن مثلا أكل عندهم الوجبات الثلاثة يصير يوفرون لووجبات الثلاثة ببلاش هذه الحلوة اللي يبي يدلس نفس المكان فترة أطول مثلا تدلس شهر في مكان واحد تسكن مع عائلة يعني زي في مدينة بالمكسيك اشتغلت ناني مربي مربي أطفال طبعا فادت كانت الوالدة فيصل رايح أفضها كانت كانت يقول إيه هلاك رايح عشان تفمسك البزاريين وتغير حفظاته فادت يمولدت اختصتنا الخبرة موجودة فأنت رحت سكنت عندهم سكنت عندهم مدة شهر شرب كل شيء ولدهم وعندك مهام بس الصبح كانت أربع ساعات وشيء كذا يروح والله ما أعطي طفلي لواحد جاي من أقاصي غريبين يعني الصراحة هذلك يعني العائلة جلسنا فترة يمكن كم يوم بالأول عرفوني أكثر تطمنوا وبنفس الوقت ما كان ملحالك اي يعني كان الأم تروح للدوام والأم موجود يشتغل أونلاين عشان ما ينشغل عن شغله بالطفلة أنا موجود بس هو برضه موجود أش فيه أشياء أخرى لأنه هذا أخويا أظن راح وجبات أو شيء فيه فيه ظاهر مزرعة أو شيء يسوون وجبات خيرية للفقراء أو شيء كذا فهو كان في المطبخ يسو الوجبات كل شيء تتخيله فيه يعني فيه ناس يقطفون ثمار في المزارع فيه ناس يشتغل سكنت عند عائلة قال بس نبي هاوس ستر تدس في البيت صر في البيت روح يقول لك مثلا عندنا كلب بس تأكد انه مثلا مويته تتغير مثلا آخر اليوم ولا شيء وبالنسبلك ساكن في المدينة ساكن في البيت يعني بعضهم يعني يتبنوني كولدهم مثلا هذه العائلة اللي كانت كنجالس عندهم عندهم قوارب دبابات سيارات كل يقول تح تصرف خذر لهذا ومفتاح موجود هنا يعني يعني لو تقول وش كنت تسوي بالضبط ما أدي عايش معهم طبعا مو كلها كيف فترة مققت يعني يعني كانوا كانوا يحتاجون ويتنقلهم بين فترة وفترة بينما كانوا مفاصل استكرام الخير الله بنجي للمفاصل العافية ويصبرها قواتمالا ما فيها قواتمالا قواتماليين عادي بس قواتمالا يعني الحين أنا بالنسبة لي المكسيك يعني اتحمست والله روح مكسيك شوف 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 ما توقع أني بوصل لدرجة الواقع اللي أنت وصلت يعني بكون ممكن في المدينة في يعني في هذا حقتهم مكسيكو مكسيكو سيتي مكسيكو سيتي أكيد يعني هو بالأخير ما هو أبيض أو أسود كل واحد يصل للدرجة المريح اللي يتناسب وبعضهم يصل يصل للصفر آخر شي بعدين يبدأ يحب وبعضهم لا يبدأ من أمكان مريح يبدأ كل ما شاف ينزل 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 يبدأ يتنازل مثلا عن السكن الخاص يصير يسكن بغرف مشترك يسكن بدل الغرف مشترك يصير يسكن عند عوائل يصير يخيم كل واحد والشي اللي يصل للمريح له لازم لازم تجي معناها والله قدام أنا احتاج عدة تصاريح انا او لا اجيب زوجتي اي 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 ام احياها يجون عوائل في طلعاتكم نماد شوف عوائل وشو عوائل يجيب ملك معك ويقول لا اي شو سو وين حطوا هده خل ملكتك برد يجيب قد يجيب معنا مثلا الناس متزوجين يعني واحد وزوج اطفال وشو جنة اطفالهم بيوتهم بلدانهم اي لا لا ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي معكم انا اطلخ من رأسي اذا ما ساعفر ساعفر اي اي بعد ما اخذ الناس من دواجتي ااسف والله اي بس يومين كم اقل اقل حق الطيارة يومين اي لا لا ان شاء الله ان شاء الله انا في بالي هذه لان ما جربت ابدا هذون من السفر الحين انا والله في بالي فكرة جديدة اي اي ابغى اسافر الحين انا عندي دراجة كذا دراجة طريق رودوايك وجدا مبسوط الكفرة مرة رهيبة صراحة هي فكرتها ايش لانها نحيفة وخفيفة فتدعس يعني نفس الجهد اللي انت سويه على الدراجة عادي يبدال يمشيك مثلا كيلو يمشيك 20 كيلو لانها هي نحيفة وكفاءتها عالية وكذا فما تحتاج جهد عالي عشان تمشي في مسافة طويلة وسريعة وكذا فانت متكي وقاعد تمر تمر على الشوارع وتمر على المناطر وكذا فممتع جدا يعني طف فجاء في بالي اخطط رحلة احط شنطة على ظهري فيها كل عفشي واروح ااخذ دراجة رود بايك يعني اوش عنها واشتريها وافر كذا مجموعة دول فيه كثير فيه طرق وقعد تدور وكذا فيه روت كثيرة فيه يوروب ما يوروب امريكا وشمال الجنوب ووصل فهذه بالنسبة لي بتكون صراحة سفر حلوة جدا خلاص اصحى صبح في مدينة وقرية واللي هو اركب الدراجة قبل الدراجة ظهر العصر في اللي بعدها وكذا اقعد اخي شوف لي سبع مدن متتالية ولا شي وخلاصنا جدا جدا جميلة احس هذي بتكون حلوة هذي اذا بسويها بيكون باك باك اكيد بيكون كل عفشي بشانتسي وما رح يسكن فلا ايه وفيه يعني فيه كثير تدخل انتبحث عن تجهيزات السياكل اللي تسافر فيها يجيوك فيه بعضها تصير دلما تصل على ظهرك تصير فيه واحدة على ظهرك واحدة هذي توقع رحلتي القادمة قدام تلقى جديد ايه فيه فيه تحط سلة قدام ايه ملك لا لا ما اتوصى هذه الحالي اره الحالي لا لا هذه من تحمسنا والله لانه حس فكرة حلوة انك يعني انك تاثر بالدراجة والدراجة ترى سريعة يعني الدراجة متوسط ممكن اربعين كيلوانتر في الساعة السيارة ايه فترى اربعين بدون توقفات يعني في مشاور هنا في جدة اذا رحت بالدراجة اسرع من السيارة صح لاني ما اوقف شوي اذا كان في زحمه كذا فتلقى اروح من شمال جدة لوسط جدة لجنوبها بأوقات رهيبة وما هي يعني ما هي بالخطورة اللي ناس توقعها اذا مشيت على جنب حتى اذا ما عندنا احنا مسارات مخصصة في دراجات في كل مكان بس اذا مشيت على جنب الطريق عادي يعني بتمشي على اليمين ومورك طيبين ايه صح انا وتلقى ترى الحين هذا يشوف كل احد قاعد يسمع لما شريت الدراجة وقاعدت يطلقوا كذا صرت اشوفهم في الشارع الحين انت مركز على الموضوع فالحين اي حد قاعد يسمع بتشوفهم في الشارع ترى ترى مليان موجودين مليان ناس كل يوم في شوارعنا في الرياض وفي جده مليان ناس في الشارع لكن من دراجات سواء تمرين اللي تلقى لابس منابس خفيفة وكذا او واحد بس هذا التنقل الرسمي حقه دراجة عادي الحين داخل الاشتاء والجوزين والحين هنا في الرياض ما شاء الله مسار شفت المسار المسار الرياضي رهيب هذا اذا اكتمل ياخذ هو ياخذ من شرق الغرب ما ادري كم بس يعني هذا باجي ان شاء الله وفيه في المدينة صحي الوقت هتروح انتو لا لا باجي بكرسي باجي الحالي باجي الحالي باجي دراجتي المدينة في بالي امتر فيه ظن القباة وشي عندهم كذا طريق طويل جيد وفيه المسار رياضي في الرياض شفت متعة متعة الدراجة السريعة هذه مرة متعة شفت اجانب العلاء طلعين من المدينة للعلا وسياكل حماس يعني والطريق جميل والله حماس والله حلو والله حلو وترى لما تكون مع مجموعة في حركة تصير السريع اللي يقدام يشق الهواء ايه يتكتلون بطريقة ما انها تخفف من مقاومة الهواء زي طيور ايه زي طيور بالضبط فيحطون واحد قدام فيكسر الهواء ويجمعون وراك كذلك بضبط زي المثلث وكل فترة يبدلون من اللي قدام لان اللي قدام شوية بيأكل هاي فيصير يخفف عليك الجهد لانه الهواء بيتقسم عليكم فلنك تكون في قروب افضل اصلا واكثر كفاءة واسهل واقل تعبا واكثر امانا حتى هاي صح مرئي اكثر من اللي كنت الحال ايه وبعدين اللي بيصدمك يدفع عدية واحد واللي يدفع عدية ايه يحسبها ايه مديا ما في الدراجة هذه يجب أن نرتب خلاص صنوا اياك تم شو داك كاثيوبيا اه كانت عندي نحلة ببالي كانت تبع عسوة دي الماض كنت في موجود في بالي اه خلصت من بالي كان عندي شهرين وثلاثة شهور فاضل فيها امريكا اللاتينية شوي صارت مريحة بالنسبة لي لدرجة اني ما حسني مسافر لما روح لها اه حتى لو روح دولة جديدة في امريكا اللاتينية لسه ما هي انا دائما احب الشعور قبل اهبط بالدولة الجديدة اناظر مع الدريش اقول احمار انا وش جابني هنا فالشعور هذا ما حصار يجيني فقلت ابي من كان ما اعرفه تماما يعطيني الشعور هذا فكانت عندي منطقتين جنوب افريقيا يعني المنطقة جنوب افريقيا او وسط اسيا منغوليا وكزخستان و المنطقة هذيك شيكت ذاكي من بالي لقيت ارخص اروح الزامبيا شيكت ذاكي ادورت يمين يسار يمين يسار طبعا زامبيا ليش فيزا بدون فيزا سديا فقلت ممتاز دورت طيران لقيت ارخص طيران عن طريق اثيوبيا طبعا سبحان الله يعني واحد لما يسترجع الذكرات يشوف ربي والله ما يعطيني كذا تحذيرات كثيرة لا تروح سبحان الله ما حجزت التذكرة من بالي الى اثيوبيا وقلت بما اني رايح اثيوبيا انا من زمان ودي اروح اثيوبيا بس اثيوبيا قريبة فداما نقول القريبة خله بعدين مدري ايش بس اني وعيز بمر فيها فقلت خل اثيوبيا بما اني بمر فيها بدز فيها شهر حق ايه ترانزيت طبعا انا سأل في كلمة واحد عيال قال لي شهر ترانزيت حن الموضوع هذه النقطة تقول واحد ما يستوعب اللي اللي هو فيه فقلت بمر على اثيوبيا حق طقيت التذكرة حجزتها من بكرة او اللي بعده الرحلة من بالي الى سنغفورة وبدأ من سنغفورة الى اديسة بابا في اثيوبيا رحت المطار داما انا متهاوش معهم انا ادخل الشنطة الطيارة يقولون لا احسن ادخلها فأنا راحت في بالي هذه الهوش انا لا سأدخل الشنطة تكفي انت قايسها في المقاسات وكذا شوية هي اكبر من الحجم بس دائما تدخل معي فهذه في بالي الهوش فقالت لي مستر القرعاوي مدروش خلاص بتضغط انت بتتبع البوردينج حق سنغفورة ربعا حق ديس يا بابا قالت عندك فيزا قالت فيزا اثيوبيا we don't need a visa قالت بس السيستم يقول انك تحتاج فيزا مستر القرعاوي قلت لا يا بترحال ما انت من الهوش سنغفورة الشعب رفكم لو انكم سيستم اثيوبيا كانت عرفته بس ما ما احتاج فيزا اسمع مني توترت هي العلم والثقة داخل لا انا نادث المديرة جاءت المديرة قالت شيك الجوال شيك السيستم قالت ما تحتاج فيزا اثيوبيا قلت لا لا ما احتاج قلت وين قرأت المعلومة هذي موقع وزارة الخارجية بتذكر وزارة الخارجية حق تزامبيا اللي شيكت فيها ما شكت حق تثيوبيا اوف خليت معها الخط وادخل احتاج فيزا فعلا اوف ايفيزا بس على الوصول لا تطلعها قبل بس ممكن تطلع لك في نفس الوحظة ممكن الى 72 ساعة في هذا طبيعا تطلعها قبل رحلتك 72 ساعة عشان تضمن طيب ثواني شرا يسا قدم يعني ان شاء الله تطلع لحد ما اصل هناك طبعا نظام الطيران شركات الطيران الان اذا طلعت شخص ما عنده فيزا للدولة اللي هو رايح لها تعاقب فليش هم بيخطرون يطلعوني وانا ما معي فيزا ممكن تطلع الوصول ممكن ما تطلع يميني سار عدل بدل اه ما دري ايش قالوا نو فيزا ما حنا مركبينك يا جماعة حاولت معا قلت خلاص غيروا لي الرحلة قالوا اقرب رحلة بعد خمس ايام حاولت تحجز الرحلة ما دري ايش تطلع لي خطأ عدل بدل مو مشكلة جعت من المطار طبعا كنت بالي ودعتها الخيائي اللي هنا قلت خلاص يا جماعة ما ادري واني اشوفكم مرضاني شباب جايكم من النفس اللي بعدها بكم ساعة رجعت ونمت مو بكرة بحجزت تذكرة اللي ما هي بعدها بخمس ايام وبعربع ايام صارت حاولت عدلت بدلت نظرت دورت الرحلة هذه لنفس مسار رحلتي بالي سنغفور سنغفور هذه سبابة لسبب ما ما هو جاسي يحجز لقيت رحلة ثانية بالي جاكرتا جاكرتا هذه سبابة بس الرحلة داخلية هذه منفصلة بعدها جاكرتا هذه سبابة سعر التذكير ب1300 دولار 1200 دولار وانوين غالي ممنطق دور حجزت من جاكرتا الى القاهرة عن طريق أدي سبابة فخط السير حقي جاكرتا أدي سبابة القاهرة هذه الحركة عرفت ما يحبون تأكد اننا بغى ننشرها على الملأ اشرح اشرح الحركة هذه الحركة ممتازة اشرح الحركة اي قول اشرح الحركة الحركة طبعا بحس عشان اكمل المصر بس ايه كم سارت ساعة من 1300 الى 400 دولار و350 دولار ربع سأل مستوعب الفرق انا حرفيا ما نفاهم ولا ما قدرت ألقى تفسير منطقة الحركة لان ما لها طريقة لمنعها يعني ما يقدر سيستم حق المطار يكتشف انك بتسويها مستحيل يكتشف بس خلنا نوقف شوي ايه طيب الفكرة يعني فكرتها انت تحجز هم يسمونها تذكرة فيها رحلتين يعني انت مثلا انت في اخي نقول في فرنسا بترجع جدة أو بترجع الرياض حلو من فرنسا بترجع الرياض تقدر تطير مباشر من فرنسا أو تحجز تذكرة فرنسا باريس الرياض يطلع لك سعر معين بعض مرات تحجز فرنسا الرياض القاهرة ولا فرنسا الرياض ما أدري بس هي رحلة وحدة تذكرة وحدة ايه كان انك تحجز فرنسا القاهرة ترانزيت جدة صح هذه رحلة كريمة يعني انت بتروح للقاهرة من جد ايه رحلة متعبة يعني وانت يعني اصلا لما يسألونك يعني مثلا الحجز ما يذكر لك القاهرة الرياض كوجهة توجهتك القاهرة بس انت تعرف انك تنزل في الرياض وبتسحب تترك التذكر لحقها القاهرة كيف بسلامتها تنزل ترانزيتها للرياض خلاص تسحب الرحلة الحركة يسمونها skip lagging او شيء زي كذا انك تسوي skip skip lagging عفوا لانه يسمونها اللق الأول للق الثاني من الرحلة فانت تسوي skip للق الثاني وتاخذ الجزء اللي انت تبغاه فقط فهذا هذا هذا جدا يعني انا اسويها مع الخطوط السعودية مس عليهم بالخير عجيب الحركة مثلا من النيويورك للرياض يطلع لك بسبب معي النيويورك القاهرة مرورا بالرياض نص السعر بس هم مشكلتهم انه ما في طريقة لكشف الحركة ما في طريقة لا بس سمعت كثير شركات طيران خاصة شركات طيران امريكية يدققون على الحركة هذه العفشي يجيك هناك اي مع مثلا يقولون لك طبعا هو قانونا ما يقدرون نسؤل حركة هذه بس يخوفونك انه لا العفش ما بنازل اللي بالقاهرة قانون يقول اذا الراكب ما ركب الطيارة عفشي ما يروح اذا بالغلط راح اتوقع اصير لها ما ادري عدم انا مختص في الطيران بس تقدر تطالبهم ومثلا وصلت الراكب ما ننزول لي عفشي عندي ترانزيت عشر ساعات يا اخي هونت صار لتلي ظروف وخلاص بنزل هنا دائما عندك فيزا للرياض ولا الدولة اللي في النص هذه وامورك طيب ما يقدرون نقول لك لا ففي شركات ايران امريكية سمعت عنها ما قد قلت عنها ما قد سمعت من شخص يقول لي الموضوع هذا انه اذا كررت الموضوع شافه ذيبان يسوي نفس الحركة يقولون دقيقة مرة ثانية في التحجيز بيقولونك لا ما نحجزلك فخلاص كم مرة بتسويها في السنة هذه ما توقع كثير بس انها دائما حلوة لاحظتها انا تصير مع النقل الوطني الكل دولة بتروح لها مثلا انا بروح لثيوبيا من جاكرتا مثلا ما رح ابحث على الطيران السنغفوري مثلا ببحث الطيران ثيوبي لانه المنطقي انه في طيران يصير فيه توقف اديسابابا ويطلع منه طيران الوطني السعودية الخطوط السعودية القطر الخطوط القطرية ما رح اروح مع فلايناس مثلا او لا ممكن فلايناس بس ما رح مع الطيران الكويتي في السعودية ما رح تصير ف هنو وصلنا اي حجزة التذكرة هذه لقيتها فجاكرتا جاكرتا وانزل في اديسابابا كانت مشكلتها هذا طبعا الرد الفلاق الاول انه اصلا موضوع انه تأخرت سالفة الفيزا ومش عارفين قدمت وطلعت لي بعدها بيومين فكانت هذه نقطة كذا من الله كذا تحذير انه ولدي هدي النقطة الثانية الرحلة قلت لك الرحلة اللي بعدها بعد خمس ايام اللي هي خلاص اللي لقيتها بعد خمس ايام كانت مشكلتها اني راح اجلس زيادة على فيزتي الاندونيسية يومين زيادة فيها غرامات زيادة فيها تحقيق اللي وش جلسك زيادة فوضرت رحت من جاكرتا رحت بالي جاكرتا جاكرتا اديسابابا وصلت ال اديسابابا قالوا طبعا هم عندهم كده مسوين ترانزيت اللي عندهم ترانزيت يجون من هنا انا سويت نفسي مجنون ولا يعنيني الموضوع على طرحة الجوازات ختم الدخول دخلت عادي مع اي آدمي ثاني دخلت لأديسابابا جلست في عاصمة اثيوبيا عاصمة اثيوبيا المدينة كيف اقدر اشرح لك جميلة فيها كده فيب مختلف شعور مختلف جلست فيها جلست كانت في هوستل ما في لها هوستل واحد اتوقع فاسكنت فيه توقع ما كان فيها اجنمي او ظننت ما كان فيها اجنمي فاول ليلة دخلت وصلت تعبان نمت الليلة الثانية لقيت كده في مكان جلسة كده صالة جلسين للشباب جلسين يعني من بعيد حسنتم كلهم اهل مكان اهل اهل الهوسل ولا هذا جلس تسولفت معهم قال لي واحد نوعين كنت له من السعودية قال ها يا زول كيف حالك ايوه سوداني شو تسولف معهم والله فيه وقال هذا فلان من السودان وهذه سودانية ومدري ايش طبعا السودان حصل الحرب الاهلية بالسودان فكثير السودان اعتقد حسب فهمي مطاراتها كلها مقفلة فأي شخص من السودان يبي يسافر يحتاج يروح عن طريق اثيوبيا أو مصر بالباص بعدين من هناك يطير ففي كثير سودانيين رايحين اثيوبيا فهذولا كانوا منهم يعني بعضهم ساكنين او كملوا شهر بعضهم كملوا خمس شهور وصاروا يشتغلون في اثيوبيا فكانت جلسة حلوة الرد فلاق الثالث في الجلسة هذهكة عضني كلب ما ادري شلون جالس كيف فجأت كلب قال لي عرم رجلي طبعا انت دميت وعضت الكلب سيئة جدا ما تدريش فيها امراض فحتاجي روح المستشفى اخذ تطعيم فرحت المستشفى كانت معي واحدة سودانية الله يجزال الجنة الشيخة قمر تتكلم يعني لصالها توقع خمس شهور وست شهور في اثيوبيا تعلمت امهاري اللغة اثيوبيا فقالت انا بروح عشان ترجم لك كده نصر الليل نصر الليل يعني يا الله لقين اصلا المستشفى عنده التطعيمة هذه حق التتنس ما يتكلمون انجليزي وبالوضع مفقع فكانت هي الترجم كملت في قديسة بابا جلست سبوع زيادة اتقد فصلا ممكن جلست فيها يعني عدد من الايام لا باسه حلوة جدا قديسة بابا فيها مناطق مشبوهة وانترس قلال الله يلا نجهت وما كان حلوة فقلت اوكي طبعا انا وش الفكر نرجع مرة ثانية انا بشوف اثيوبيا ايش المعلومات اللي عنده عن اثيوبيا ولا شي اعرف ان عاصمتهم قديسة بابا فقط فرحت اثيوبيا وانا هناك ومجد قمت سورف مع الجماعة شفت انه يقولون انه كانت في حرب اهلية في اثيوبيا وخلصت نوفمبر 22 كانت مستمر لمدة ثلاثة سنين قبل نوفم فاوكي انا امرنا طيبة قريب قلت يعني قلت ما فيه كانوا لا امر طيبة خلص ضبط المضابطة للجماعة والتفقى وحدى والنفوس الحمد لله جلست خلال اسبوع هدف اديسة بابا احاول افهم وعرف ايش فيه بثيوبيا عشان اروح اشوف وش الدول المدن والقر اللي بروح لها المناطق اللي بروحها ما ادري قلت يلا بروح دخلت شفت الرحلات الداخلية هذه برضو نقطة جميلة ممكن لو نرجع لها او نحط عليه ماركو واستطرد هنا رقيت رحلة ارخص رحلة داخلية كانت البحر دار مدينة اسمها بحر دار مدينة سياحية يعني بالنسبة لهم او يعني بالنسبة لأثيوبيا تعتبر من المدن السياحية هناك قبل لا كمل هذه معلومة برضو تعلمتها هناك انه فيه صرف العملة العملة تسمعها بر فيه سعر الصرف الرسمي وسوق السودا السعر الرسمي دولار بخمسين بر تقريبا سوق السودا دولار بمية بر ضعف اوف وكذا المشكلة الرسمية مو متوفر كميات لا لا موجود تقدر تروح البنك المشكلة ان عملتهم جدا صعبة يعني ما في اي مكان حوالي العالم يقبل بر غير اثيوبيا والعملة طائحة فصار اهل 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 اثيوبيا اهل المكان يبغى الدولار فيقول باشتري منك لو بمية بر ما في عرض دولار اصلا اي ما في دولار ما حدي بيعطيك دولار وياخذ بر اي لان انت اصلا حتى انا كاجنبي لو بروح البنك خلاص خلاص باقي معي فلوس بر بقول امسك البر رجع لي دولار بمشي يقولك لا راحت عليك شو فيها فتبيعه بنصف سعره مقابل دولار فهذا اللي جايسين سوونا طبعا انت بالاخير تقدر تصرفها تشتري هداية تخارج عمرك بس اهل المكان بيشتري شيء من بر اثيوبيا يطلب اونلاين من وين له دولار يعني فعليا من وين له دولار فيصير يشتريه دبل سعره دبل سعره الدرجة انه اذا وقفك عسكري او انت اثيوبي ولقى عندك مثلا 200-300 دولار يخذك الحقيق من وين لك اكيد بيعها شاريها من السوق السوداء يعني كني شاري مخدرات وانا هو حصرف دولارات بسوق السوداء طبعا بالنسبة ليد المية الدولار صارت قيمتها 200 لانني صرفت بسوق السوداء ففعلا كده ويجيك واحد ومدري ايش ووقف وراء وش وهذا مضمون الرجال تعرف ايه عرفه لا تطب علينا الشرطة بياع بياع فلوس وش طبعا اذا اول ما تصرف 100 دولار بقيمة 200 دولار يعني دال ما تصرف 100 دولار خمس كم تصير خمس الاف بر اه خمس الاف تأخذ كم 10 الاف ملك فرحلات الطيران الداخلية تقدر تحجز انلاين بس تدفع كاش فسعرها هي روح نص فتاحجز لا ينطر التروح تزع المكتب كاش فبقر مبسوط فطرت نرجع رأطرت البحر دار وصلت كانت كذا عند عائلة عندي اجرون الغرف و,... الجزء كذا وش عندكم يا شباب كيف لقيتهم توقع لقيتهم بوكينج أو إلا إلا وكان بوكينج كذا مسويني زي الهوستيل بس أنه هو بيتهم وهم تشوف الجدة والمدرمين كلهم بس أنهم كذا غرفة محطينها هذا فسكنت عندهم وصولوا مع ولدهم اللي هو الوحيد يتكلم انجليزي ها وش فيه وش ما فيه وش عندكم وش فيه لهذا قالوا والله فينا البحيرة فيه هناك مدرية قضيت ثلاثة أيام واربع أيام شفت القرية المدينة هذه حلو طيب اللي بعده ايش فيه سمعت وحدة يعني هذا بالمكان الذي كنت ساكن فيه وحدة دخلت كذا فرنسية بيضة معها ثلاثة أو أربع أطفال سود توقعتنا أنهم ما أدري يعني أثيوبيين فاجت كلوا معها فرنسي فقدت ممكن يعني أبوهم يعني فرنسي أسود ولا ما أدري ما فاجت كلوا معها فاجت قالت إيه هذول ما تبنتهم ما أدري وين هذول ما أدري وشو بس عايشين معنا في فرنسا بالحين هن راجعين هم أثيوبيين فعلا أثنين منهم أو هذا راجعين نشوفون أهلهم أمهم وابوهم البيولوجيين فمن الفقر الأم والأب والبيولوجيين حطوهم تبني أو لا أشتار أعتقد يعني ما أعتقد إيه إذا تبني وهذا أمي وأبوي البلوجيين إيه يعني أعتقد السبب الأساسي بذلك إنه الأم والأبوي يبون لعيالهم حياة أفضل فكانت يعني كان شيء مثير الاهتمام فقالت لي فيه وينت رايح فيه كذا كومينيتي كذا ما هي بقرية هجرة غريبة كذا مو باشتراكيين ما هو شيء غريب رح شوفه هناك كنت أروح عدتني رقم واحد هناك قال تكلمه ترى يتكلم انجليزي ويزبط خلاص تقيت عليه جايكم عن طريق الحجة هذه عادي الأسكن عندكم وكذا قال لي يا أبد أبد مسوين بالمجتمع مسوين كذا مسوينه فندق اسم المجتمع شك كان اسمه أو رنبا مجتمع أو رنبا عادي مسوين كذا مبنى مخلينه فندق كذا غرف فيه سرير حمام تأخذه دولار دولارين الليلة أي مهب يعني مره رخيص دخلت المجتمع فكرته ما فيه فلوس يعني انت بتشتري تبيع حسب اللي فهمته حسب اللي فهمته أنا دخلت وقبلت رييسهم واعت يلبس قبعة خضرة غريب وش فكرة المجتمع لها 30 سنة أو 40 سنة يعني ما هو حديث اللحظة ولا وليد اللحظة عفوا ما هو شي جديد له فترة فيه ناس من ولدين في هذا المجتمع فيه ناس لا جوا من بره المجتمع وعاشي معهم يشتغلون صناعات حياكات يدوية زراعة تربية مواشي ونهاية السنة يجبون يبيعون فلوسه ذا وما يحطونهم بجيبهم ونهاية السنة الفلوس تتوزع على الجماعة كلهم وإذا أنت يا حاتم والله فنان وتحسن فلوس ما تتكفيك وتبغد عادي ما هو بحكر أنك يتصير معنى تماما مية بالمية ولا ما أنت بمعنى فالغريب بالموضوع الموضوع الديانة يعني أثيوبيا تعتبر دولة مسيحية طبعا بس أعطيك نقطة عن أثيوبيا تعلمت برضه عندهم أثيوبي كل شيء عندنا بغير كل شيء عندنا بغير يا حاتم صداع من كثر الغير يعني غير تقويمهم الميلادي مختلف عن تقويم العالم الميلادي عندهم من حين 2015 أيه والله تقويم ميلادي تقويم ميلادي على ميلاد المسيح مع الشهر 13 شهر الشهر 13 ما هو بـ 30 يوم كده له وزنية سبع أيام ثمان أيام فكل مدري كم سنة تنقص سنة وزنينا الشباب فيقول لك تاريخنا ولا تاريخكم فقلت أنا بعملها كان معاملة هجري هم عندنا حنة عندنا هجري ممكن للناس يفهمون الهجري خلاص بعمل 2015 هو هو كذلك اشتخلني كسألت واحد كنت بقابل واحد قال لي ساعة ثلاث الصبح توشوا الساعة قابلك ساعة ثلاث لجج قال لا 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 ماذا ش ثلاثة بتوقيتنا بتوقيتك ومنتم بفكر قلت توشوا يعني بتوقيت سعودية توقيت سعودية نفس توقيت أثيوبي ما فهمت نفس الخط الزمني قال لا لا أصبر معي خلك معي توقيتك ومنتم الساعة تسع الصبح من حنة ومن أنتم خلنا نتفق يعني كلنا الآن بنفس المكان نفس المنطقة نفس خط الزمني صح؟ قال إيه بس يعني حنة لنا نبث إيوبيا ما يحسبون ما يبدأ اليوم عنده مطنعش يعني صفر صفر مو منتصف الليل مع شرق الشمس يبدأ اليوم مع شرق الشمس نفس توقيت الزوال عند العرب هذا العرب لتوقيت الإسلامي العربي القديم نفسه أنا طبعا ما استعبت بلوه بس من قال لي ساعة ستة الصبح بتوقيتنا يبدأ اليوم عندهم صفر صفر ساعة سابع عندنا ساعة واحدة عندهم و24 ساعة بس إنها تبدأ من بس إنها يبدأ من شرق الشمس من شرق الشمس اللي هو توقع ثبته على الساعة ست بس ست شت الغرابة مسيحيين الأغلبية مسيحيين فيه جزء كبير منهم مسلمين بس الأغلبية وتعتبر الدولة هذا مسيحيين فأنت يعني أنا ما أدري أنا أظن أني عارف المسيحيين مختلفين تماما يصومون مدري كم ساعة في اليوم ما يقلون فيها أنواع معين من الأكل بعدين مدري حسبتها نهاية السنة نصو السنة نصايمينها وعندهم يروحون الكنيسة كده العبدات مختلفة أربعة يروح أي كده يعني عندهم أشياء المسيحين اللي نعرفهم غالبا الغرب بس عندهم برضو وزنيتهم من حالهم عندهم واحدة من أقدم الكنائس في العالم محفورة تحت الأرض في مدينة اسمها للي بلا وهي كانت كنت أروح لها جنب غريبة من بحر دار وكذا فأنتم الشام غريبة أنا ما أشرب قهوة ما لي في القهوة يعني تقريبا رحت أغلب بلدان القهوة ولا أشرب قهوة رقل شاي جربت قهوتهم بسيوفيا لذيذة أول مرة يعني يقول أشرب قهوة خلص الفنجال يقول والله ممكن أشربها مرة ثانية ف عندهم برضو معلومة تعلمتها في أديسة بابا الفن الموسيقي عندهم من قديم الزمن فنانين أغلب البلوز والجاز الحديد في اليوم الحاضر متأثر بالجاز والبلوز خلنا نقول الجاز بالتحديد الأثيوبي في عندهم كذا مقاهي أو مجسمعات كي يجسمعون فيها يعزفون ومدريه طيبين جداً بسطنا على الموضوع هذا فنرجع للمجسمع أو رنبا فإيه نهاية السنة يوزعون الفلوس فيما بينهم قلت طيب يا جماعة أنتم مسلمين يعني في المنطقة هذه كان مسلمين كثير مو في المجسمع في المنطقة اللي حولها فأصلاً حتى يعني اللي فتح الموضوع كنت أكلم بالجو لا كنت عفواً كنت مشغل فيديو ما أدروش وتكلم العربي فورت مرّت واحدة من وراي قالت أنت سعودي تكلم عربي قلت لها إيه ما شاء الله عليك تتكلمين عربي قالت إيه اشتغلت في السعودية في جدة مدري كم سنة لا 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 جسس ألف معها قلت له وش السلفة يعني أقدر أخذ علم منت مباشر يعني فيه تواصل جداً جميل ونمون قلت أنت من ولدتي في المجتمع هذه قالت لا لا أنا نزحت لهذا المجتمع قبل عشر سنين أو ثمانة سنين أنا ومي واختي ومدري من هذا أخواني اثنين رفضوا يجون لأنهم مسلمين قلت أنت من مسلمة قالت إيه طيب هم مسلمين لماذا أنا شوف ما فهمت الرئيس يعني المجتمع فيهم يهود فيهم مسيحيين فيهم مسلمين بس ما يمارسون في عندهم طريقة تعبد معينة كذا اللي كله كل واحد المحبة وكذا ايه تعبد المحبة ايه مثير جدا للاهتمام طبعا أنا أنا أشوف أشياء غريبة أغرب من كثرة وما عندي مشكلة يعني من أنا أدخل شخص غريب وأدخل وعلمه مش صح وش الغلط بس كان جدا مثير الاهتمام أنه أخوانها مسلمين مدينين فرافضينا يشوفونه هذا كفر ايه بس إذا ما يعني ما راح تمارس ايه هذا هو هذا هو بس أجلي يعني أشتيانتهم مين ما في ديان ايه ايدنتفاي از مسلم ما أدري يعني سألت الرئيس هذا يعني عندهم أيه سألت وقلت له أنت مسلم قال أبوه شيخ يعني من كبار الشيخ في ياثيوبي قل طيب قال إيه بس أنه لا يعني ما ممنوع ما في مسجد هنا ما في كنيسة ما في معبد كلنا واحد الرب واحد كما نعم بلا يعني كلها صحيح مرنا طيبة بس ما أدري حاجز اللغة هل يعني حاولي يسوّدين كذا لا 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 يعني أكيد أنه في طريقة معينة يعني شي يعني تدخل عندهم طبعا هم كلهم مبني كلها بنينهم المنطقة ولما بنينها بنفسهم وبني بسيط مسوين أنا جدا مرعد بالمجتمع هذا وهذا المؤسس هو نفسه اللي موجود الآن إيه هو نفسه من 40 سنة وهذا الشيخ الحين هو الرئيس طبعا أنا من بعيد تشوف الموضوع كأنه كالت كأنه طائفة كذا يعني أنا شككني من موضوع هذا لأنه كل طائفة ولا كل مجموعة يحتاجون رمز فهو هو الرمز مع قبعة الخضرة هذه كل صوره كل الله هذا بنفس القبعة فهو جاسي ثبت أنه هو رمز فهذا المباني عندهم دخلت المركز كم عددهم ألاف قال لي لا 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 أصغر أقل بكثير قال لي يمكنهم 40 عائلة أوف 80 عائلة يرجل قل 100 عائلة إيه كثير يعني كثير لا يعني العائلة الوحدة قل أربعة شخص إيه يعني 400 شخص يعني تقريبا كذا إيه قرية صغيرة جدا جدا 400 شخص أنه كل يعرف كله إيه بس أنهم 400 شخص توحدوا على طريقة ومجتمع ونظام اقتصادي طبعا طبعا هذه أنا دائما أشوفها عند الهيبيز أمقتهم أنا كلمة قوية أمقتهم بس أنه تميل إلى ذلك دائما يحاولون يبنون مجتمعات زي كدو دائما ينفشلون لأنها فيها موضوع التشاركية والمدروش ودائما واحد كلنا يناس تموت الزبدة في النهاية فيه يناس تموت يعني الزبدين لا وما في قائد هو ما عندنا هيراركي كلنا نفس كل واحد يسوي يقدم اللي هو يبغى بعدين فجأة واحد يشعي الأم الليل ويزعل لنا محد يستغل إلا أنا فهذا اللي قول توقع للطريق أنه يقدرون يشغلونها هذا في أغرنبا أنه فيه ريس بعدين فيه زي مجلس النواب كده صغير كده نسوين سيستم سيستم وجود طب فيه مكان يعني دستور يعني كيف نعرف النظام حقهم حلو هذا اللي كنت بأصله الدستور مكتوب على الجدران قلت لك منينهم نفسهم بدخلتنا المكتب هذا عندهم دستور للمجتمع عندهم ومكتوب على الجدران طبعا قرأته كله أنا جدارين كان باللعبائل ومكتوب كاتبينهم بالأمهاري وبدأ مكتوب بالإنجليزي جي قبوش مكتوب في الدستور شفت حنين سولف كده كان اللي كاتب هذا ذيبان كان يسولف طبعا نقطة هذا الرئيس بوها قبعة خضرة لا يقرأ ولا يكتب حال بس إنه قلبه هو اللي دار يحويل جميع فكان يكتب وش كان أطلع صورة أشوف خلنا مفروض أنها موجودة مثيرة جدا للاهتمام يعني قرأتها حلوة يعني ما أحب شي خارج عن العب نحن نحب الجميع وكله مجتمع فرد هذي زي إذا دخلت مستشفى وليقيت واجباتك وحقوقك أو تاني طيب أيوة يلا يسمع المخلوق الحي يعني المخلوق الحي أغلى ما يملك هو نفسه البشرية البشرية نفسه أي شيء ثاني هو شيء ثاني أيها الإنسانية أيها الإنسانية أيها الإنسانية أيها الإنسانية أيها الإنسانية أعرفت بعدين بعدين يقول الناس يمكن أن يكون تقسمون هذه المجمعات بناء على أفكارهم عظيم متوسط وصغير بعدين الشخص العظيم اللي يعرف ويسأل الشخص المتوسط اللي يعرف بس ما يسأل الشخص الصغير اللي لا يعرف ولا يسأل طيب واضح يا أستاذ واضح طبعا أنا ودي يعني ما أعلم الشعب الشعب المهم أو رنبا الشعب الرنبا العظيم أنا قاعد أضحك من الصدمة يعني لا أقصد طبعا أنا أخطوركم أو تقاليدكم الرنبية الجليلة يعني طبعا أنا فهذه يعني عموميات هذا اللي فهمت منهم لهم هدف يعني لهم لهم هدف ما في هدف معين يعيشون بسلام يعيشون بسلام وخلاص يعيلون يعني في قبلت ناس وهل أصرهم كبيرة يعني مرتاحين فيعيلون أكثر من العادي بشكل عام بثيوب يعني كل أحد يعيلون بس أعتقد أن حياتهم ممتازة لأنه الموضوع الاشتراكي هذا وموضوع التشاركي هذا شايل كله فيا يجي كله ويا يطحون كله فممتاز وعندهم هارة عندهم زراعة وحصاد وطربية مواشي ايه لسه جاسيني حبة حبة فهمت من واحد منهم أنه المزارع اللي جنبهم جاسيني يحاربونهم كذا يضيقون عليهم يتبدأ زي كذب يداما موجود يداما موجود كذا عدما بيسوون جيش عشان يحمون نفسهم يدفعون بعدين خلاص قلت لهم كان في نهر يحد أرضهم طبعا أرضهم مو مرة كبيرة يعني مزرعة تعتبر يعني مزرعة مدري كم هكتار تعتبر كبيرة على مزرعة بس على قرية ما تعتبر كبيرة ويأقل مدري فعليا ما عرف كم مساحتها بس أذكر قلت ايه بمشي بشوف رحت في نهر قطعت النهر رحت الجهة الثانية فجأة العالمين ينظروني هناك الشبي بالأبيض طبعا أنا بالنسبة لهم أبيض أنا والأشكر واحد أنا إياك واحد كانوا في ناس حسب نفس الجماعة ينظروني كده مدري وشو واحد قام يصارخ بس ما كان صراخ كده هواش لأنه ما دوش كان يقول يا تعال يا وخر كان يقول شي فقلت اه ايش ايش دخالتهم يقال لي طب يلا دامنك هذا تبيت هذا ما في انجليزي ما دوش كنت تتفاصل مع بس انه كانوا يمشون غنمهم مدري ايش قلت الحمد لله جيدين رحت من كم مكانه ومن رجعت فكان يسولف معي هذا اللي كنت مكلمه أول واحد متكلم انجليزي هو المترجم قال لي وين قال لي تبي يمشيك بالقرية عندهم تور يسون تور قلت هاي بكرة نسوي تور يعني يمشيك على البيوت وهذا أبو محمد يبيع السجاجي أردت كذا وقلت مو المشكلة باش تراين تمشيت رحت قال وين راحت قلت والله ورنها قال حذاك مو بتبعنا وشون يعني مش كبر القرية دقيقة هذا أول يوم لي هناك ما أدري قال لي حنا من هنا لين هنا وخلاص كفلنا والله جميل فعندهم أوجاهم دعم من من كذا منظمة غير ربحية أتوقع أطولهم مكاين خياطة وحياكة ومدري إيش فعندهم كذا مسوين مبنى حقات الخياطات وعندهم منتجات رهيبة يسون الكشال ملابس يسون كلها من أشياء طبيعية ويصبغونها ويلونونها ومدري إيش وهذا بعد أن عندهم كذا محل صغير يرتب بضع ويدفها ويبيعها على القرية القريبة ولا المدينة القريبة ولا اللي زي يجي هذا يشتري من عندهم فعجيبين جلس عندهم كم كل ليلتين ثلاث أنا أكس جمعات الخير نراكم في مرة وأنا جدا يعني أنا كنت كانت الفكر أني برجع لهم مرة ثانية فعلا بيت النية لأن المكان جدا مريح بعيد جدا عن التقدم والحضارة كذا بيوت طين يعني كانت توقع أكثر شي متقدم عندهم الشينكو السقف أي السقف الحديد الألمنيوم هذا الموضوع على بيطين الموضوع على بيطين وجدران طين وكل شيء هذا يعني كهرباء عندهم كهرباء في كهرباء وفي إنترنت الكهرباء تفصل ويروح مع الإنترنت بس الإنترنت جابوا هذا ذيبان اللي يتكلم إنجليزي للأجانب اللي زي اللي لو بيجي بسكن عشان ما أحسني هذا يلا خذ الإنترنت ما في إلا أن نقطع واحد كده راوتر واحد في هذا بس عادي اللي المجمنين إحنا وهم عادي قطع الإنترنت جواله كان كالشائب وكالشاف يعني ما تفرق معه في إنترنت ولا ما فيه هو بيسولف ما مين أصلا هو عنده مشتماع كامل كل حياة وهنا خلاص توقع لو يصر خذ برودكاست يعني ما فيه عندهم لا يعني كان عندهم احتفال سنوي بتأسيس المجتمع عندهم احتفال سنوي كده ذكرى سنوية بتأسيس القرية هذا والمجتمع هذا اليوم الوطني اليوم الوطني من الأبسط وعندهم احتفالات ثاني كتير بس أنا كان اليوم الوطني محري على الأبواب خلال سكوعة عين ثلاثة بيصر فجأسين جهزون الاختفالات فجأ لمي كده واحد هذا نفسه قال اسمه ترامي يتدربون على رقصة الرقص المحلي وسولهم رقصة محلية اه ايه وسولهم أغانمي بعضهم كده هم يسولون الأغانم فقالي تدربون فقالوا الأطفال اللي يرقصون كده قالوا انه عادي خلوا يجي يشوف إذا ما هو حاضر على الأحتفال اليوم الوطني يشوف التدريبات خلالها حصل يا فندم واروح معهم كده ببسط مخزن كده ومشغلين أغاني وتصفيق ومدر إيش والله ردح وحركات ولبسين لبس وكل لبس هم من اللي هم يسوونه أثيوبيا عندهم اللبس الأبيض موجود وحاضر بشكل رهيب طبعا اعتبر توقع شي له علاقة بالمسيحية بس يحفظون عليه أبيض مع أنه الدنيا مطينة أنا ما أدو شلون شورتي ببيج يصير صار بني مكثرة طين هم أبيض يحفظون عليه أبيض عجيب فقلص من عند أورنبا أنا بشرح لك بسولك خريطة بيدي عندنا حرف T من ستح أسفله بحر دار بعدين هنا بالوسط بساقة T بساقة T بداية T فيه اللي بلى اللي فيها الكنيسة القديمة وفيه بالرأس هنا قندر مدينة اسمها قندر أورنبا صار في النص هنا فأنا بطلع من أورنبا شوي جاي من بحث دار قلت بروح اللي بلى أو بروح القندر يا يسار يا فوق يا يسار يا فوق أو يا يمين يا فوق آه آه ما أدري إيش كنت خلاص بروح القندر بمنها أقرب ومن هناك نشوف الموضوع رحت القندر لست فيها يومين ثلاثة أكتشفت أن من قندر هي المدينة الأولى القريبة من حدود السودان فمليانة سودانيين جايين باصات أتهم قطعين حدود جلس فيها يومين وثلاثة جميلة حليلة ما هي كانت شوية مزعجة بالنسبة لي ما أحبيتها مرة بس فيها حركة فيها ذا فقلت خلاص يا جماعة ما راح أروح إلا لبالة ما فيها إلا الكنيسة هذه شفت صور ما حتختلف عن الصور غالبا ما كان مضع جدا شادي المضر فخلاص بحجز طيارة من بحر دار اللي هي بنزل من التي إلى آخره ومن هناك بطير المدينة في الجنوب كانت المدينة هذه الشيء الوحيد اللي جاذبني فيها أنه واحدة من المدينة القليلة في العالم اللي الضباع فيها مستهجة معدبة مستلطفة مستأنسة مستأنسة هذه الكلمة مستأنسة يعني نادر ما تلقى ضبع إنسان عايشين في نفس الوقت في توائم وفي نفس المكان هذا فهذه المدينة حرر كان فيها الموضوع هذا فكان مشاهدي الموضوع أني بروح هناك فانا الآن في قندر ورحلتي بعدها بكم يوم من بحر دار فقلت أبنزل أبوقف أو رنبا وقف فيها ليلة وليلتين جدد العهدي بهم ومن هناك أروح للبحر دار حلوين هذه الخطة واضحة المرطيبة كل تنقلي يعني غير الطيارات كل تنقلي تأشير توصيله أركب مع سوق تريله دباب هايلوكس بالحوض تعرفت عن الناس يعني رهيبين فأنا نازل من قندر نازل تحت بروح الأورنبا بعدين من أورنبا البحر دار نفس الموضوع طالع هيتشهاكين صحيحة الصبح أفطرت طلعت من أورنبا أمن قندر عفوا من من الشمال بتوجه جنوب ركبت التريله ماشين طالعين وما في إنجليزي وراكب سواقه مع أخويه مستنسين بغضاء قاله أبد من بنغديك طبعا يا الله ما في تواصل وأنا تعلمت أمهاري شوي كلمات كذا وشلونك طيب على الرقام فحنا راح تغدينا بنكمل الطريق فجأة يقولون لي ما فهمت وش شي دي يعني أنا أحب الحركات اللي بكل دولة فيها مثلا عندنا مسعودية كذا مو بنفسها مدروين فشدثني كنت وش شي هذي شمعناته ترجم لترجم طلق نار يعني ما فهمت وش طلق ناري بناء حلال كلمة أدري إنه السيارات اللي جاي عكسنا نحن نزلين جنوب فالسيارات اللي جاي من الجنوب كلهم يأشرون يكبسون ومدري إيش لنا فهو فهمها فقال إنه شكله فيه طلق نار شكله مش عارف مين أبرجع ما أدري ش صاير هناك أبرجع بنوقف بمحطة بنفس المكان اللي تغدينا فيه وبنشوف ناخذ الخبر أوكي رجع للمحطة فلا فعلا فيه كم ترينة وقفين كلهم عندهم نفس المعلومة وصلت لهم قلت يعني إلى متى تتوقع تتضح الرأي معك والأخبار وكذا قال ما هل يمكن ساعة يمكن خمس يمكن بكرة ما ندري قلت تقول وش الخربيط دي ابن حلال طبعا أنا الآن بقصلك القصة بعدين بتكتشف كيف رحمة الله ودعاء مفيسة لله يجزال جنة هي اللي مشيتني قلت خلاص أنا بأخذ شنطة يجل وبسبقكم طلعت الشرط ركبت مع ترايلة ثانية قلت لهم وجاك العلم انت في طلق نار قال لي قلت وصامل تبتمشي قال صامل قلت حلو هذا اليابي مش هنا سيرت تجي كلهم يشيرون لنا يقولون زوروا 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 زور يعني ديور وديبان صامل يقول حتى لو فيه هذا ما علي الله حافظ فجأة طريقة يتقفل السيرات موقفة يعني هو طبعا الطرق الهايوي شارع رايح شارع جاي يمينك جبل يسارك هاوية ولا يمينك مزارع على حسب المكان كانت منطقة جبلية أكثر فما هو هايوي فوقفت السيرات اللي رايحة موقفة وينزل يطل مدري إيش قالوا إنه شكله فيه طلق نار في الناس خايفين موقفين فاشتباكات قدامنا شوي فكت الدنيا ومشينا قلت الحمد لله تسهلت شوي اللي قدام وقف الشارع مرة ثانية يعني أتكلمك شوي يعني كيلو وين ثلاثة مو بمرة المسافة كلها أصلا من قندر إلى بحر دار مية وستين كيلو مية وخمسين كيلو فأتقفل الطريق طف السيارة التريل مطولين يا حج قال يعني تواصل يا دوب يعني فهمت إنه يقول إنه يعني شكله برضو لسه فيه طلق دار وننتظر ما لنا ننتظر ووصلنا الطريق مقفل قلت وش وطل ونزل من التريل الناظر انهيار صخري من الجبل ومقفل الطريق يعني تشوف حجر الوحدة مننا هذا كبرى فقلت طبعا هو قال لي إنه الطريق مقفل فقلت شكله إنه مقفلين مقفل الطريق من انهيار صخري وممطر قنار ومدري إيش قلت طيب وشال حال يعني مين بيانتظرون شيء ولي يجي يدفه ولا مدري إيش قلت خلاص جل وانا أمشي نزل واحد كان فيه باص ركاب وتريلات ثانية وسيارات فنزلوا الناس يشوفون وتفرجوهم الشارع واحد قال لي تكلم إنجليزي كويس قال لي وين رايح قلت لأنا رايح يعني بحر دار راح يقول له أو رمب أو معارفة بحر دار نازل جنوب قال جمال كلا تمشي شنون قال الطريقة الحيني مقفل فيه هذا البتاع وفيه طلق النار قدام بس إنه نتعداهم نمشي ماشي ومن هناك ناخذ القرية اللي بعدها بتأكيد تلقى لك أنت توصيله ولا شيء يعني فيه طلق النار ليش نمشي قال لا لا عادي يعني طلق النار بينهم ما لنا دخل حنا كيد قال أكيد قل له والله ما قلت يلا مش شكو لله ما أدري يلا بسم الله خدت شنطتي وقلت لك رايح الترايل أنا بمشي إن شفتني قدام فتح الطريق عندك وصلني معك وشفت الطريلة ثانية قلت لمين يا شباب رايح البحر دار مباشر فعرفت الرمية تسمي كان عند كم مكايذة شافوني بالطريق فخلاص حتى يبقفون لي على طول مش هنا نسمع طرق النار مبعد طاق 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 عيد كده حنا صاير كده في يميننا واضي ولا شيء زي كده فصدى وبعيد الصوت فم مره يعني مخيف عادي مش هنا يمكن كيلو أو كيلوين فجأة قالوا طريق فتح حركة والهذه حلو ففجأة بدأت السيارات والهذه تمر واحدة 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 إيا بيجي قالت فيه ترايل ما اتفق معها يبي يمر قبل الله يمر مر هايلكس وقف لي قال رايح البحر دار نوصل قلت يلا ما عنده مكان إلا بالحوض ورا قلت يلا هايلكس أسرع من الترايلر مركب ويتكلم شوي انجليزي شوي مرة وماشين فجأة توقف الطريق مرة ثانية وطالع وصور طبعا أنا ما أدي من الله هذك اليوم كنت جالسة أصور مهم من كذة تصويري بس جالسة أصور فأتقى وانا أصور كذا والدفت كفلت التصوير إلا واحد رافع الرشاش علي من الميليشيات طبعا هو اللي صاير في ميليشيات ضد الحكومة فحنا من منطقة الميليشيات على ما يبدو فجأة واحد رافع الرشاش علي وانا بحوظة الهايليكس فجأة لا فوتو لا فيديو قلت حصل يا فن خلاص هذا ولا شي وننتظر بل هذا توتر يعني ما أد يعني ونتظر وقلت خلاص هذه نص ساعة مرة حنا بل هاك شو موين فتح الطريق قلت الحمد لله فتح بدت يعني هذك الي على الرجلين وما أدري وين راح وسن وراح ما هو بشايفني وطلع الجوال أبصور باللي راح لهالك شفتح للديش الرديف حقه لا تصور يا خوي فكنا خلاص عادي شباب القرية القادمة اللي حنا متوجهين لها اسمها أديس الزمن فحنا الآن على مشارف ومداخل أديس الزمن هذي بدت تصير فيه مباني بدت تصير فيه بيوت واقفين يعني كل شوية نمشي يوقف الطريق شوية نمشي يوقف الطريق فحنا على مداخل القرية صار فيه بزران يشوفون وش كانت الكلمة يسمون الأجنبي فرنجو فرنجي من فرنج فرنش فحنا عندنا الحمال الفرنجي أصله في فرنش هذه المعلومة علمت هناك فرنجو فرنجو ماني 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 فرنجو وانا جانس بالحوض وكل من يعني حوض دار ما دار السيارة يمكن فيه 15 بزر عرفته 7-8-9 سنين فرنجو ماني 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 حلو حلو فرنجو فرنجو فشت يا أخوي بذل بلشة وأنا خاف يتجرؤون علي والله اني نتفون راح اللي بمد يده 15 واحد علي طلع رعي الهائلوكس قال وانا واخروا عنه اللي يلمس هما يبيقول واخروا عني أنا عشان ما يعندون قال لي يلمس سيارة يبا جلده فخافوا منه لاحد يقرب من سيارته فصار فيه كده حاجز شفاف بيني وبينهم فعادي ماشي فتح الطريق تقدمنا شوي فجأة أشوف ميليشيات عناصر ميليشيات بسلحتهم مدججين بالسلاح كامل يمرون السيارات يفتحون عليهم والبيبان يرفع عليه السلاح ادفع يفتح باص فيه شيبان وعجز واطفال وهذا ادفع فقراء وحالتهم ادفع وكيس كده يجمع فيه الفلوس جاء لمنا طاع الهائلوكس اعطاه فلوس فدفع لي انا شفت المبلغ كم كان بس كان يعني مجزي وطبعا سيارة خاصة هائلوكس فيدفع اكثر من اللي في الباص فدفع عن الهائلوكس ويمشي لهذا امان يقول لي هلا بالفرنجي فلوس ورافع الرشاش علي تدفع طبعا داري انا المحفظة بجيبي داري لو طلعتها اكلي بالنتف الشنطة بتروح بيقولون ذا كاش كده باللمت اللي طي ما هذا شوي اللي تدخل راعي الهائلوكس قاله وخر وينزل لي راعي الهائلوكس انا دفعت عن السيارة كاملة ما لك دخل طبعا هذا اللي فهمتم منه كلمة مهاري فس ترجم عندي من رأسي انه تدفع عن السيارة كاملة فخلاص وخر قال لا وهذاك ويرفع عشر شاش علي اللي يشير عليه قال مات دفعت كفر الموضوع مش هذاك شكردي وطق له التحية قال لبد خلاص وعقل ما سويت شي بالحلال قال لك احتزم اي قال لك احتزم اي ما بي قال لك صح فتح الطريق طبعا هم اللي مقفلين الطريق ياخذون فلوس من الناس فتح الطريق مشينا وصلنا قريدي خلاص جو المدينة مو في الوسط قديس الزمن القرية مو في المدينة يعني مو في الوسط مستخلناها خلاص ما أدري وش اللي صار طبعا نسو فيه بزنان حولي يعني هو هذا اللي جاء رافع الرشاشة اللي يقول لي فلوس يدفع وفيه بزنان بعد يقول ماني ماني فرينجوف ماني ماني مش بتقول لا يعني فمشينا خلاص ما يقدرون يلاحقون علينا فجأة كم تحدث تحدث علي حصى قلت بالزنان وشوفه ناس كبار يعني عاقلين كده بالغين عمرهم فوق الثلاثين من راحة رجال رجال واحد نتفني براس يقول طيق وسلم والتفت عليه يقول لا ما أدري ما أدري ما أدري شكال بس أنه باج لدك ابن الكال ما أدري ماني دخل ابن حلم ما سويت شي مشينا وصلنا لوسط المدينة وسط القرية وسط أسيد قادي الزمن رأي لهالكس وقف وسيغلت ليلة موقفة وقفت يعني الدنيا قفلت قالي شنون طيب شتراك قال لا كل ذول مقفلين سألنا ما أدري وش الدنيا مقفلت وش الحل دعا ابن حلال هذا اللي موجود نزلنا من الهالكس شلستا بمحل شاهي طبعا عندهم أماكن جلسات القهوة بكل زاوية قهوة أثيوبية وشاه أثيوبي العظيم فنزلنا تكنب محل شاهي لحد ما نهانفش الموضوع وغير كذا يبعدني أنا عن محط الأنظار لأنه فرنجي حوض هايليكس معلم صاير في المدينة فنزلنا حطيت شنطتي نزلتها معي هم كان في السيارة سواق اسمه أبيبة الله يجزوها الجنة كيف تختوخ لا بس كذا هوايا نشرت فنم سواق ورديف وثلاثة وراء فكلهم على بعضهم خمسة فجلسون أنا بزاوب حيث أنهم يغطون عليه مدرشو نزل الشاهي وتغدينه مرة ثانية أعزمون حقينا وذلك برضو ركلنا عندهم شرو زي الحوح اللي عندنا في الجنوب مع عداس ومدرش أكلنا طيب يا أبيبة وشال وشال خطة قال ما أدي ممكن يفتحون خلال ساعة ممكن ما يفتحون طيب وشلوم ما يفتحون أهد شيك ما يفتحون نرجع كلها ولا رجعت قفلت نكمل طيب قال ما أفلك أدي الزمن وأكلم خويف قندر من المدينة اللي كنت فيها قلت له هذا هو لهو هو أكلمني هو أرسل لي قال لي سيف مورك طيبة سمعت أنه صاير فيه مدري إيش هو دقة لقدت والله هذا اللي صاير قال اسمع رح دور لك سكن دقل نفسك من الحين كان وقتها الساعة ثلاث العصر ثمتين ثلاث ثلاث قال ما تدبك كذي قديش طول الموضوع دقل نفسك سكن قلت يا وابحث بجوغل كون موجود بجوغل لاي ما أنت بلاقيه اسأل لأي واحد يدلك عليه هو أحسن فندق موجود أوكي وقل الأبيبة أو وقتها أبيبة قال أنا بروح بشوف لنا سكن هو بيدور لنا فقال لي اسبل لا تتحرك انتظرني انتظرت وخللي نص ساعة كذا بطول فقلت أنا بطلع بنفسي سحبت بازر قلت تعرف لديا فندق قال لي وعطيه ما أدري كم قلت يلا دل وقلت قبل أن تروح في باللفة توقع شفت هناك أبيبة خلنا بنشوف وانا فعلا لقيت أبيبة جاي من مكان كذا فضل فندق قلت لنا في سكن هنا قال لا كل شي مفلل ودورت هنا ودورت ودورت كل شي مفلل أنا قال لي خويه أنه في فندق اسمه لديا شكرا منتجاه هناك أمفرض أنه أزيم فندق بس محتمال أنه مفلل زي زي غيرة قال خلاص نروح نشوف والبزر يمشيين يمشيين ويأشر لنا على مبنى مبنى ما في أي علامة ما في أي شي مكتوب هذا هو تأكد قال لي هبت عندي موضوع شي لعبتي كل يوم راح اللي دي فأدخل للفندق دخلت للفندق أبسأل أبسألهم بقول السلام عليكم لسه ببد هذا يمسكني راعي المكان يقول بدخلني كده من وراء وراء زقاق وراء الفندق مدروا شو فجأة لألقى حوش كده مغبة وراء الفندق قروب يمكن العشرين شخص بيض أجانب فرنجي فايوة فرنجيين فشكله ضاع الفندق حسبني خويهم فقال ربعك مننا طبعا أنا شفتهم يوه والله الحشر مع الناس زين واسمعهم من تكلمون يسباني طبعا يسبانيول واطلع من يسبانيا سولفت معهم قالوا واش جابك ولا ما ديري ما ديري انا طالع رايع الأولاندة وراتا قتنا العبر اللي ork حطي تنفس تنفست قلت للأبيباء قلت خلاص الموضوع عندي ما أدرش السالفة بس الموضوع عندي خلاص أتشي لهم جوالي معك وهذا ما أبدي قليك ودق عليه لحتي بشي ولحتي ما عليك قال خلاص كيد مشاهو راح البزر راح تلراعي لفنده وقلت عندكم غرفة كلها مفلين قلت شلون قال هذولا 19 واحد على جانب والغرف اللي عنده ممكن 9 أو 8 غرف وحاشين أمهم كلهم بالتسعة بالغرف هذه فأنت أصلا أريدي عندنا أوفرفلو أريدي مفللين وناس نايمين على الأرض والناس ما تريعيش كنت والله ما راح أطلع أنا من هنا لازم تلقالي مكان وارجع روح للأسبان قلت يا جماعة أنا ما أدري بس هل ممكن نتشارك غرفة مع أي أحد منكم قال والله ما أدري كنت خلاص خلنا للأست ريزورت قالت يعني هو طبعا فكرة الأسبان هذولا غربوا من جبان سوفت تعود نواد أسباني نواد سياحة مطلعهم وهذه واحدة هي القايد حقتهم هذي البطلة هذي شيف كرعاوي أيوة فرخت كلمتها قالت اسمع إذا الدنيا مرة طبعا عندهم باس هم باس كبير هذا الكوستر أبو مدري أربعين قاعد ولا شيء زيك كذا فقالت أنا بنام بالباس إذا مرة مرة قفلت الدنيا نم بالباس شي شيء وذاء يزودك أوكي على قد ضمنت أسوأ الأحوال بنام بالباس رجعت راعي فندق تسمع أنا أشوف هنا غرف يعني صاير هو شلون مبنى من ورف حوش ومن الجهة الثانية من الحوش صاير غريفات كذا عشش أقل ما يعني أحسن أحسن شيء من أن تقول عشة ثاني طيب كل هذول حتة هذولي مليانة كله في مكان هنا لو تبي طبعا عما عرفت ليش قال لي لو تبي وما قال لنا مبلاد قلت يلا خلنا شوف وروح المكان يا حاتم شوف أنا من نمت بأماكن كثيرة وصخة من نمت بأماكن كثيرة غير مريحة من نمت بأماكن كثير ما حد بينام فيها هذاك المكان أول مرة أطلع فيها سليبينج باك حقي من مدري كم سنة عشان ما أشته أنام على السرير وجنبي دورة المياه وانت بكرامة يعني رياحة يعني ضياع الدنيا كذا صنت احتساب أجر دخلت الغرفة مليون حشرات شليل هم قلت واش كنت هادي شباب رفع شد هذا ورفع أمر طيبة خلاص بسيط الموضوع خلاص حجز للغرفة هذه تكفى كريدت كارد حاسب قلت خلاص بأخذ للغرفة طبعا اتفاق غير ضمني إلى أجل غير مسمى لأننا ما ندري لمثال إن شاء الله هنا ليلة تفتح الدنيا بخلاص خلاص مور النطيبة صد تسولف مع الأسبان الأسبان أعمارهم الأفريج متوسط الأعمار خمس وخمسين سبتين هم تسعطعش آدمي كلهم فوق الخمس وخمسين إلا أربعة القايد عمرها ثلاثين ثلاثين اثنين أخوية واحد عمره خمس أربعين واحد تسع ثلاثين واحد عمرها أربعة عشر جاي مع أمها وأبوها اللي هم برضه أكبر من خمس خمسين شي بان يعني الوضع وفي ناس عمرهم ثمانين وعني واحدا ما شاء الله مقرمشة ودخلت معهم ما يتكلمون إنجليزي فاصلت أن أسولف معهم أسباني واستانسوا علي إن شاء الله شبكت معهم قلت أجي معه أنتم 19 آدمي ومعكم السواق 20 السواق ثيوبي والباص ومدري إيش طبعا وقتها كان فيه انترنت شبكة جوال أول شي سويته دخلت جلست أسمع أسأل مدري إيش طبعا حنا جالسين بال بالفندق وشي شباب والله طلق ناط برده ما عليك مورك طيبة عادي شو تسمع ونتشوف الناس من هناك مدري إيش خدنا نفسه عميق انتبه القمة ما لك مش تسوي دخلت على طول بكلم السفارة دخلت على رسالة زين مرحبا بكم في أثيوبيا مدري إيش القمة التواصل للسفارة السعودية ودق الرقم الرقم غلط دق ثاني قلت ممكن ما شبك غلط ودخل ودور 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 بالنت الحمد لله أنا كان في نت ودق الرقم ودق ولا والله رد حق مضف شؤون السعوديين السلام عليكم أنقضوني قلت معك مواطن سيف القضاوي كده 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 صاير مدري إيش وهذا الوضع الحالي أنت كويس سليم بتقدر تنام الليلة مورك طيب كلم مدري إيش عد البدل خلال خذ معلوماتي بنتابع نشوفش الموضوع نحتاج نطلعك من المنطقة أنا بساعد من عندي برضو ما عليكم قفلت من هنا دقيت عالمين طير شلو فيصل أخوي طبعا فيصل مسكين وجه المصائب دائما هو السبيد داي الحقي إذا جتت المصيبة فيصل بموه دقيت على فيصل قلت له كيف الحالي؟ طبعا هناك هذه اللحظة الفعلية يعني أنا كل وقتها كنت أضحك وسؤاله ومدري إيش وعادي كنت متوتر بالأول بس بعدين قابلت الاسبان ارتحت كثير ومدري إيش يوم دقيت على فيصل حسيت أني نصب عليه موية باردة بس الموية الباردة مو اللي منعشة اللي تخوف اللي الحين صار موضوع سيريس صدقي دقيت عليه كيف حالك؟ طيب إن شاء الله طبعا فيصل إذا جملك هلا فيصل يعرف أنه في مصيبة أي طيب أيوة أيوة قلت له فيصل في صايرة اشتباكات ومثلك عارف وش صايري والله قلت هذا اللي صاير طبعا قلتها أنا كانت كل الأفكار والحدث كان كله في مخي يوم قلت بصوتها عالي خنقتني العبر حسيت فعلا الوضع خطر الوضع في أي لحظة ممكن ينقرب 180 درجة ما تدري وش يصير قلت له بس أنا يعني بالرغم من هذا أموري طيبة الحمد لله فيه سقف وقراسي فيه سرير أنا ننام عليه فيه أكل فيه شاي أشربه معاي ناس وإن شاء الله أنهم ناس كويسين أموري طيبة بس قديش يسمى الموضوع قد هذا ما ندري لا تعلمها لي ما يحدد يدرون قال خلاص قفلت 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 بعدها بدقائك شويعات نص ساعة ساعة كذا تروح الشبكة قدامنا قدام الفندق البرج حق الرسال قفلوه قطعوه الميليشيات شباب ما في ما في نت تطف الجوال شغل ايربلين مودي تطف شغل شباب ما في نت قالوا إيه حتى حنة ما أدري إيش قطعوه التصالات عن أمهرة كاملة أمهرة اللي هي شمال خلني أقول الولاية بالشمال كاملة أوكي أوكي الوضع حبي شباب ليش تخافون شباب عادي الأسبان متفقين أنه لا تنزلون أغراض طبعا أغراضهم عفشهم كثير فوق الباص مربوط لا تنزلون أغراضكم لأنه في أي لحظة ممكن تفتحوا الدنيا ويلا اتفقت أنا مع القاعد أنه إذا قلتوا يلا تراي معكم أنتم 19 20 مهة بفارقة يزود واحد قالت أبد معنا وتموضوا على الأكل حننا نطلب سوى أصلا أنتم جايزين تطلبون فحننا كلنا سوى أنا ما أدري قديش في أكل يطبخ بس لما تطلب حق 19 شخص وياك العشرين ما تفرق فأنا معكم قالت خلاص معنا عدة يعني خلاص خلصنا جلسين كراسي كده في وسط حوش كراسي بلاستيكس حطونا حقنا الفندق في طبعا الفندق في مطعم مطعم فلوبي الفندق اللي هو المبنى الأساسي اللي من بره يدخله بس حنا ممنوعنا ندخله ندخله يا زور ندخله لأنه في قزاز وفي مدري إيش فمن بره ينشاف فيه فرنج فلوس إلى بكرة فلوس إلى بكرة رهائن محتملين إلى بكرة فأحدوا لي يا شباب خلكم وراء فيه كده غنم عنز حطب تك 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 إيه السيارة كده مزبون ليش قالوا العشر ما ينسرق بره فدخلناه جوا ما نديلش يصير بره فخلاص عنا صغير شفت أورا مبصر نسواني مجتمع صغير وفيه المطبخ حق الفندق حق الأهل البيت حاجة عجيبة بس أنه يطبخ يعني فيه أكل الحمد لله فأطبخوا سووا سندوشات رز عاشها ذاك اليوم مو بسندوش يعني شفت الحوح الخبز فيه رز حط وكل الحمد لله اشتبي أكثر من كذا أكلنا سولفنا شوي ها خلاص خطة شباب مدري إيش نمنا رحت أنا يعني هم غرفهم أنظفوا شوي من غرفي بس مهب فرحت أنا الفراش وحيدا الفراش شفت سمعت عن البيت بوكز والعثة السرير اللي بفرنسا الفراش مليء بها وجميع نوع حشراته الثانية فاللي إيييييييييييي وش لأني بنام وادخل جوه طبعا سليب مباك حقي خفيف جدا اللاينر يسمونا زي الشرشف وادخل جوه وكذا يا الله والريحة حطيت هنا فكس عشان ما أشم الوضع مأساوي هاد الليلة الولا يا دوب نمتلي ساعتين ثلاث ساعات سيء جدا رضا تسمع طلق النار بس ايش الحمد لله امور طيبة قمت الصبح نفسية سيئة ما نمت زين وانه ها شباب طبع حنا نتكلم نتخابر كل واحد والله سمعت كلمت خوي قال لي مدروش والله فلان السواقل لي مدري ايش حنا نقلنا تذكرت الخريطة هذه قندر بحر دار ومن هنا للي بلى هذول الثلاث مدن فيها مطارات فيها مطارات للي بلى طبع هذا كان يوم اربع ما خب ظني للي بلى حنا وصلين محتلين هالميليشيات ومقفل ماذا كان هداك نفس الليلة الليلة الأولى او الليلة اللي بعدها كان خبر ان قندر مطار احتل طبع ابقر عاوي ايش عندي رحلة انا من بحر دار الشبكة الاتصال تروح وتجي يعني الانترنت مقطوع بس الاتصال يروح فترة ويجي فترة ايو هاد الليلة الليلة المشت من بكرة قالوا لنا مطار تقع اليوم الثاني قالوا لنا مطار قندر كلبه شو اخذوه الجماعة طيب يا جماعة الخير وش الموضوع وش السالفة كلمت تذكر قلت لك صديقتي السودانية قمر الرهيبة كلمت قمر اتذكرنا تشتغل مع الامم المتحدة مع اليوين قلت لها توقع هاد الليلة الولى عفوا كلمت قمر الليلة الاولى قلت لها كذا 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 صاير ومدر ايش تقف ما هذا مش عارف مين انا اشتغل مع القبائل اللي في المنطقة هذه تساعد السودانيين اللي النزحين من السودان فانا اريد على تواصل معهم عندي الموضوع بكلمهم بيعطون لكم ممر خاص كذا تطلعون انتم باسكم سيارتين حماية تمروا الموضوع وانه خلاص انكم ما لكم ما لكم بالموضوع انتم فليش تصلونوا هناك فخلاص بكلمهم مدر ايش قلت طب حلو خليت معي بكلمت السفارة قلت يا جماعة ترى هذي مدر ايش خدوا رقام بعض تطلعوا تواصلوا معها انه خلاص بنزبط الموضوع قالت لي اسمها خلك على الفجر يعني توقع بكلمك على الفجر وقلك يلا وعطي خبر لالقايد حقية الاسبان كاذو شلون يعني هل ثقة هل مدر ايش اخاف لا اخاف ايه ما انا متأكدة مدر ايش كنت هذا الموضوع وزنيها علي تبت وزنيها اذا اجصار الموضوع وانتم ما تبت رايحين انا بروح عادي دقت علي الساعة 11 وهذا قالت حتى قبائلهم تقلبوا عليهم الميليشيات فما لهم كلمة اوف توب قالت خليك مكانك مرك طيبة ترنت في مكانك جدا مكانك مزبوط جاء اليوم الثاني طبعا كلمني سعادة السفير السعودي كلمني كذا شخص من شؤوننا السعوديين وعلى تواصل معي مبارسة قال لي السفير السعودي الله يجزاه الجنة دكتور فهد قال أبد طبعا بالمقابل حنا كلنا الأسبوع المتقروشين يكلمون سفارتهم مدري إيش سفارتهم يعني عذرا سحبين عليهم ولا كأنهم مدري إيش وأنا قلتك والله كلمني السفير السعودي الله يجزاه خير وطمني قال لي اسمع بنطلعك قال بنطلعك ومورك طيبة حتى لو اضطرنا ومدري إيش فتسمع كلام كذا يعني النفسية نفسها تزين ثقة تزين تبدأ تسولف تبدأ بالمقابل الجماعة اللي معي قالوا الأسباني آه لا دقيقة مدري إيش طبعا الأسباني ينكتوني يقولي يا أخي أنت سعودي أخي يكلمهم يرسلون لهلكوبتر يطلعون أنا مدري إيش كثيرا إذا صرت عقلي يكلم هلكوبتر أحمار أمتي طبعا أحمار لأن فكرة الهلكوبتر منطقية لو المكان مستب تنزل الهلكوبتر قرد وقلصنا تمه حل فأنا تواصل مع السفير كلمت قمار مدري إيش صار وهذا تخرب الموضوع وقالوا خلاص قال السفير اسمع ما حن خاطر خليك موجود كمل نفس المكان طالما أموركم طيبة ما حجاكم ما حدا أموركم طيبة خلوكم أبد تم قمنا اليوم الثاني بدأي نصحة شوي شوي اللي خلال الله شاكل الشباب مطولين هنا مدري إيش سواوا في طور عن الأسبان قالوا نبغى أوملت بليجن نبغى أوملت وترى مناكل الحوح الخبز نبغى سن يعني كذا بقيت ويم طبعا طلعت راحة من حقين الفندق راحة البقالة مدري جبت لهم كذا بويزات هذا اللي موجود تبي يقول لك تجمع أنا ما بي زيهم وش فطوركم اليوم عدس نزل لي عدس واك وكذا يقول أسبان تاكل عادي زيهم ما يوجعك لا عادي تعود هذا طبعا أسواله مع أهل أهل الفندق عند منية أمرها خمس ست كذا تنقز تركض تكلموني مهاري ما تكلموني إنجليزي وصلت للمرحلة أكلمهم عربي هم يكلموني مهاري ونفهم بعض بالإشارة فالأسباني يقولون ما شاء الله عليك تكلمهم مهاري قلت لا لا ترا عادي تكلمونهم هو بالأخير التواصل مو محصور مئة بل مئة عن اللغة فعادي طبعا هم بالنسبة لهم العربي مهاري كلها نفس الصوت نفسه ما تفرق معهم فأسالف معهم ويلا تسجل بأبنية ترقصني تقول لي يلا وشغلونا غاني مدري إيش وأنا معهم مستع صدري فكان يعني هذا أعطيك الديناميكس اللي صاره في الحوش هذا ألم رأيت البيت كده واحدة جخة هذه الكلمة الوحيدة اللي توصفها كشخة كده بس مم كشخة لا جخة تحس أنها هيبة كده زي زومة زي مين زي زومة جخة أيوة ناس زي زومة أنا حترتك كلمة زي يعني مثل زومة كده جالسة مرة كده هيبة فما أكلمها ما لي بالموضوع هذا جالسين نسولف ونلعب مدري إيش فجأة صلنا نلعب ما في حنة والأسبان اللي واحد ذيب ومزارعين كل الفعاليات حقية الحجر جاسة تصير طيب يا شباب خلونا نسوي تمارين هم ينجون الشبان تمارين إطالة مدري إيش السفارة السعودية صارت التواصل مع السفارة الأسبانية أنه تنسيق فيما بينهم العملية الإجلاء السفارة السعودية تفكرت مع السفارة الأسبانية أنه إذا أنتم يا سفارة الأسبانية أجليتوا رعاياكم ولدنا معكم وإذا حنا أجلينا أجلينا ولدنا وإذا أجلينا وإذا أجلينا وإذا أجلت رعايا قفرنا الموضوع كامل ما صار بس ما عندنا سيطرة على الموضوع فالله يسر يا شباب وشلون هذا اللي موجود صار يتواصلون مع الميليشيات شباب بنطلع ولدنا ما وصلوا الحل ما وصلوا الاتفاق ما يردون ما يدري إيش ما يدرون نكلمونهم ما فيه كلموا القبايل عن طريق قمر ما بيدهم شي عد البدل قالوا ما عليك يصبر طبعا خلال يوم الثاني دق علي رقم غريب أسيوبي رديت سيف القرحاوي قلت أيوة شلونك وش أنت صار يسألني أسئلة كده يكلمني بطريقة يعني أنا الكل اللي كلمتهم من السفارة كان طريق أسلوبهم رسمي شوي أنا افترضت من السفارة لأن مين يدق عليه يعرف الموضوع ورقم أسيوبي بس السلوبه مختلف عنهم وفيه تشره شوي يقول حبي مرة ما سجلت جوازك الوزارة الخارجية يوم رحت أسيوبيا لأنني موصلت أسيوبيا فعلا أنا مفروض أني أسجل جوازي بس أني ما سجلته نسيت وما أدري وشي قال الحين طيب لو ما درينا ما أدري وشي قلت نحن خلاص الله عرفه بنفسه وقلت له ماليش يا أبو فلان أنت مع السفارة قلت لأيه وش شغال مع السفارة السعودية قال إيه شغال مع السفارة السعودية مب هذا السؤال أنا مفترض منك مع السفارة السعودية مخلط بس وش شغال تدري أنا كلمت السفير كلمت فلان وكلمت فلس عشان أعرف الهيكلة في السفارة قال لا ما تفرق معك يعني فعليا ما تفرق بس لقافة قال لا ما لك اللي اللي يطل لك أوكي اسلوب غريب فأنا ما أدري هل هو فعلا من السفارة وقف الله ودي قال السفير طيلا يجزك خير مدرو الشيء ولمور كده 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 أعطي للسفير أنا أبديت كل يوم وكل هذا كده كده وكلمني فلان فلاني بأشوف هل هو يعرفه هل هو فعلا شخص من السفارة قال إيه يكلمك قلتيك خلاص تواصلك خلو معه يعني بيني وبيني بيني سفيري أبديت بس أنه مسؤول عنك أوكي خلاص أتقفي مرت الليلة الثانية وكل ما تمر الليلة الثانية يعني كل ما يمر الوقت كل ما نيأس أن الدنيا بتفتح قريب جالسي طول الموضوع اليوم الثالث مر طبعا الحالة مأساوية السكن يديني كلهم تقرص كده أجرب طبعا ما في حمام ما في شور الحمام أنت بكرامة ما أدري أشرح ما أدري قديش ممكن المستمع أو المشاهد يقدر يتحمل توضع جدا مقرف جدا مقرف لدرجة ما تروشتي ثلاثة أيام أو أربع أيام وأنا أريد أصلا مخنز من لحد ما وصلت أدي سبابه ومع ذلك أفضل على أني أجلس ما تروش على هذا تدخل أصلا الحمام كان اختبار نفس تكتم نفسك تخلص أمورك فمرأة طبعا ما في إنترنت ما في طفش قمر الله جزاها خير كانت ترسلي تكست ميسجز قصص ترسلي كل ما رجعت الشبكة كل ما رجعت الشبكة تديني كده رسائل نصية SMS كده رسائل نصية قصة والله تقول لي قمر داري أنه كانت الحين طفشان وداري أنه ممكن وكلها قصص حلوة فيها كذا تفاؤل وأمل ومدري إيش كنت أنه فعلا طبعا قمر مرت بحرب شعور الحرب في السودان فتقول أنا ما ودي أنا عرف شعورك ودي تصير تحسن مع أحد معك الله يجزاها الجنة طبعا أنا وقتها كملت حين ثلاث أيام أو أربع أيام من قطع ثمان عن نت فأدي قال فيصل عن طريق الجوال فيصل أخوي قال لي اسمع لك فترة من قطع عن نت وهلي بدو فأدي قال أمي صالف معه بس قالت اسمع صوتك فأدي قال أمي طبعا من رقم ثيوبي رقم ثيوبي دي قال لك الحال وخرشة ردت ها لو وش الأخبار ما دروش قالت شافت اللي رسالت لك طبعا عشان تكون في الصور رح لنا قلنا أول يوم دخلت الفندق ها وصارت الحجرة يوم أربعة متى الحكومة أعلنت أنه في حالة طوارئ وفي حرب الجمعة رح وفعليا الحرب هذا ما كان بادي الأربعة كان بادي الثلاثة بالليل وقد ردت حمنا أصبحنا الأربعة ما ندري اللي كانوا في المنطقة نفسها فقالت شافت اللي رسالت لك قالت أعلنوا حالة طوارئ بثيوبي وانت رايح هناك مدروش وانتبه لا يجيك شي بتيح حالة طوارئ وين وين يا أنا وين حالة الطوارئ هذيك وين بشمال الدير أنا أنا جالس به القرية على فضلك الجنة وصالف معه بس استطمنا كنت إيه ترى نت مقطوع عن المنطقة كاملة عشان حالة الطوارئ وكده بس الأمور طيبة ما عليك وقفر وخمرت الليلة ذيك وطبعا حنا هذيك يعني هذاك اليوم العصر قالوا لنا عادي بنقفل الستاي وتروحوا للمطعم حق الفندق هذا وما طبعا جلسة كيدا طاولة طاولة زي هذا كبيرة وجلسنا ما دلوش حنا جلسين فجلت خلوا عشرين واحد ولا خمسة عشرين واحد نعم رشاشات كل واحد رشاشات أطول منه فجل تحاول تملأ على اللقم ما تمشي أبا كده نقال وصلنا حنا نتساسر بيننا أنه خلنا نسحب ما نقوم فجأة كيدا واحد واحد انت سحب جلسوا المسلحين جلسوا في المطعم بيأكلون يعني كنا بالأول دخلتهم الحالة تخرش أم تنشي في الدم جاء بس جونا بيسحبوننا الحين بس جايين يأكلون حلوين عادي يخلك طبيعي سأل نفسك بدنا وقت القيلولة راسي ونتي قوم على ساستدخل إنه عادي فكلنا زبان دخلنا واحد واحد دخلنا لحوشنا مر الموضوع عادي واحد من أهل البيت معرش شاشه رح فكان هذا موجود في الأرجاء أول كل ما أشوفه أنا خرج أنا قلت لا ترى معنى ده بيحمينا ممتاز فأنا نحن تعودنا عليه مدري إيش هذيك الليلة وأنا أكلم أمي جالس بغرفتي ملع اللمبة جالس كده شاحن مشبوك طبعا الأجهزة طول الوقت على الكهرب تشحن لأنه يفصل الكهرب وما تدين ما تترجع وما أبي أنا يفصل مصر عندي بطري ما أقدر تواصل مع السفارة فأكلم ومشبوك على الشاحن مدري إيش والدنيا كان المغرب عشاء الدنيا مظلمة كفلت جيت أبطلع أفتح الباب الدنيا مخرمسة الدنيا سودة ما في ولا لمبة بس لمبة غرفتي مشغلة وأطلع تيجي صغيرة ابني صديقتي ببنتهم تقول لي كده ادخل ادخل قلت يعني طلق النار ادخل ادخل وش وش السال فقالت إنهم موجودين واسمعنا فيه الشتباكات قدام الفندق عاف طلعا يا خيرشة العدي ورا ما حد قال لي وانا جالس جالس أكلم أمي على الجوال ومولع اللمبة وواضح دريش وما دريش وطف اللمبة وازبن والبد جالس الموضوع ممكن حوال الساعة وليش زي كده طلعنا تعشينا نمنا نسمع صوت القنارة نصح الصبح كل الأيام لهذه كنا نصح الصبح نطل من فوق العمارة أو الفندق نشوف المقاتلين هذول الميليشيات يشيلون جثث أخوياهم منظر يروع يعني هم خلن نقول نحن في نصر المدينة يمين شمال ويسار يودك جنوب زيادة جنوب هو أكثر من كان كان في صراع فكان يجو من الجه هذيك من الجنوب رحين شمال مرورا قدام في ندقنا شايلين جثث ربعهم واحد ينسحب واحد مدري إيش وليم تدمي بعضهم صاح وهذا ودمان يا الله كذا الشباب دامنهم برا هنجو عالمنا السعيد هنا متكاتفين المحبة تجمعنا عادي فكل يوم نقوم يعني صرت أول يوم واحد اللي من فوق يقول شوفوا 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 جاسين فاصلنا نطل كده ومتغبين مدري إيش اليوم الثاني صرت توقع وقته توقع الانسحاب حقهم واللي يرجعون الصبح كده فدرزن خلاص ما عد نحتاج نروح نشوف اليوم الرابع دق علي ذيبان اللي من السفارة اللي كان مسؤول عني قال والله يا سيف جربنا كده جربنا كده جربنا كده كلمنا كده كلمنا كمك ما لقيم أنت حل بس أنا أجيب لك الحل قال أبيك تطلع فوق سطح العمارة التي عليها أيها بك تطل تشوف كده حولك دار مدارك تشوف مسجد قال الدين المسلمة والله اللي معي كله مسيحيين ما أدي ذا الدين المسلمة قال الله شوف إذا في مسجد شوف منارة ولا لا طلب غريب يعني وش بيصير يعني ورقى قلت له علا شوف في منارة في مسجد خلاص رقى دواما نحلل الموضوع قلت يا مصادر شلون قال ما عليك خلاص أرجع أكلمك بعد شوي طبعا أنا مرسلهم أحداثيات الفندق كذا رسالة نصية أحداثيات هذا 21 نقطة ما أدري كم فعارفين مكاني بالضبط قال لي خلاص أرجع أكلمك خلكه على الجوال أوكي طبعا وقتها أنا وصلت هذا كان اليوم الرابع وصلت أني ما عاد أطيق نفسي من الخناز أربع أيام المكان وصغ السرير حر الجو طبعا بالثيوبيا الجو بارد يعتبر بس ما في مكيفات يعني دلت الحرارة مثلا بالليل عشرين ثمانطاعش حلو ممتاز بس خلال اللي لبس شمس تعرق فكلتا أنا هذاك اليوم بتروش فيه وشون بتروش؟ هوز وبالحوش طبعا الهوز نفس الشي مثل الكهرباء تروح وتيجي للموية تروح وتيجي فحنا كل ما جاءت الموية نعبي جوالين صفر كي نعبي أبعين جالون ما دري إيش ما نديد لأنه ممكن تقطع عادي ترجع عادي أسبوع فتروش بالهوز بل بس روال أسباحة والشك والله ما في الله كذا واجيب الحجة الصغيرة هذه أبا تروش قبل لا تروش طبعا افطرنا عين من الله خير قبل لا تروش دق علي الله يجزاه الجنة أخو بصادر دق علي قال اسمع يبي جيك الحين واحد مسلم بس ترى ما يتكلم لا العربي والإنجليزي عندك أحد يترجم قلت لا ما عندك أحد يترجم قلت طب خلاص يبي جيك واحد مسلم ومعه واحد يترجم بسيطة الموضة كلت طيب وش بيسوي قال يعني بس تعرف عليه شوف الرجال هو بيشوف الموضوع بيشوف هذا بس يجلس معه وعلما شفوش أوكي كنت يبي جيك قال محري خلك فجالسين حنف وسط الحوش اللي متغبي جو الفندق أصلا وراء هذا مدري إيش وجالس مع الجماعة الاسبان كده ما ديش هذا يسول هذا مدري إيش هذا يقول هذا يلعب هذا مدري إيش فجأة نلعب وراء نلعب مدري إيش جدوي فجأة يجيين نضيع الفندق كده والولد هذا اللي بالفندق وعلى من عيالهم سيف ويرجف خايف people want to talk to you قلت أيوه ولد فت وراء ولا أريدي ستة ولا سبعة مسلمين فجأة دخلوا المكان يعني ما شفناه مجمونا يدخلوا بس دخلوا وقفين قدام باب غرفتي قال يبونك فجأة كده عشرين آدمين سكوت كده كده كنا نديك مديرا ندرسه في عاطف ما رحت لما هم قال السلام عليكم كنت عليكم السلام يا هلا قال سيف قلت لهي نعم قال somewhere private bedroom private بتكلمني خصوصية اكتبت هذا الباب قال أنت نايم هنا مبجوه قلت لا لا هنا الليلة تجي عندي ما تنام هنا دخل شافا والله جاسي ناظر كذا عادي تنام هنا انت قلت ايه قال لا لا تجي عندي البيت ما ينام بو هنا قلت لا ابنها خليني هنا معنا وادة مسؤالف معهم وناخذ ناطي جلسوا طبعا في كرسي واحد بالغرفة والسرير حنا كم كنا سبعة واحد لسع السرير واثنين من بوبزين وثلاث من بوبزين على الأرض واحد مدريش واحد واقف كلهم الشباب هذولا ستة ما حد تكلم عربي ولا حد تكلم انجليزي وين المترم يا شباب يا قال اش اسمه عبد الرزاق يتكلم انجليزي واحد صغير فيهم وانجليزيتو يعني كيف حالك طيب شا الفائدة وادق على السفارة على بصادر كان خلاص مترجم عندهم بالسفار مترجم حط الجوال سبيكر ويلا من أول يعني انتم بجيين ستة ليش لأنه واحد المعني الثانين خوة بيشوفون السعودي ما أدري كيف طيب بتأكل زين تنام زين مورك طيبة كملك هنا مين هذولا مدري إيش انت مورك طيبة تحتاج شيء ناقصك شيء تحتاج أدوية تحتاج تحتاج لها الحين أو ما تجهز نعطيك إياها قال لي أنت ملزوم بهالأسبوع عنه بدي يقيم الوضع بصادر إيه بصادر تراؤه ذيب بدي يحسم ذيب والله أنه ذيب قال أنتم ملزوم بهم قلت فعليا لا بس أنهم ربعي الحين كاملين الحين مع بعض قال بس هو لأنهم يدري أنهم شركة سياحية ويدري أن هذا فقال هلهم زبائن قال لا 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 بالنحية هذه ما هضم نزوم بهم أبدا فخلاص أمورك طيبة خلاص خليك حل جوالك توتر الكلمة خليك حل جوالك ما أدري وانا ترك جوالي أشحن جوه تروشت بالحوش كذا وانا تروش طبعا خلال الأيام اللي راحت تذكر أبيبا سواق الهايلكس كل يوم يدق علي يو جيد ايه يو سليب جيد فود والله الحمد لله ذلك اليوم قرر أبيبا شخصيا يزورنا يزورنا الجخل كيوانا يتروش كذا يماسك الهوزة البنية فوق رأسي هاله قام يضحك قال يا مورك طيبة ما تحتاج شي قلت لانت خلال الأيام قال الله أنا لقيت هنا مدري من خوي ولد عم خوي مدري من زبدا نسكنت معهم في البيت قلت لانت مورك طيبة جيد سليب جيد قال لي الحمد لله قال خلاص إذا حتاجت شي مكالمة بس وأنا عندك والله يا ذيبان مش أبيبة خلصت روشت نظيف وزانة السالفة قمت أغسل ملابسي صرت حسيت نظيف بطشت كده أدعك وصابون حط ما كان في صابون شامبو وعلق الملابس ومدري إيش دق عليه بوصادر قال الخطك الآتي حنا الآن نرضي على خريطة حنا أديس زمن هنا نحتاج ننزل جنوب نبعد عن طبعا أديس زمن صارف بالضبط بالنص الشمال تودك قندر 80 كيلو ساعتين بالسيارة جنوب 80 كيلو تودك بحر داق ساعتين بالسيارة بالضبط بالنص وقتها طبعا خلال الأيام اللي قبلها تذكر عندي رحلة طيران مدري إيش فكلمت عن خطوط الأثيوبية شباب أنا عندي رحلة اليوم الفلاني وش الوضع هل المطار مفتوح هل مدري إيش وعطونا خبر مرة حلو وقالوا بحر دار ومورها طيبة وإذا فاتت كرحلة لأنك محجور ولا مدري إيش نعيد جدولتها لك متما ضبطت مورك وما عليك عادي ما برايحة عليك طيب الحمد لله طيب وش سلفت المطارات الثانية قندر لأنه أنا هنا ثمانين هنا ثمانين فأنا بشوف إلي يفتح بروح له بغض النظر من وين حاجز أنا فقالوا قندر الحين محتل المطار بس إن شاء الله أنه من بكرة يفتح ربعا هذا اليوم الثاني كان من بكرة يفتح فيه رحلات مجدولة يعني عرضت لي فيه رحلات مجدولة ويغمز لي كده إنه ترى إن شاء الله بكرة بتنحل الأمور هناك ما نحلت ولا أي كلب وزاد الوضع في قندر خوي اللي كلمني يدلني على الفندق كلمته يقول طلق الناس صار دخل بيوت الناس فالوضع هناك الأمن سيء جدا صار الناس يصيرقون بعض صار مدريعي صار الوضع فوضع ونقطة بما أنا ذكرت إنه هو اللي دلنا على الفندق الفندق اللي كنت فيه ما هو ليديا أصلا أفضل فندق في المب ما هو هذا فندق عمه ضار ولا فندق لا 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 يعني هو قال لي رح ليديا والولد قال أعرف ليديا وداني فندق ثاني ضبط أخويا إيه ضبط أخويا ولا هو ما يدري بس الحمد لله بالعكس شكراً لإني جيت هنا أحب اليصيم اللي دي الحالي ولا مدري وش ذا ولا مدري وش وضعه هناك هذا على الأخر معي جماعة بيسمعهم فلنرجع اليوم الرابع جاهس أنا نقذ التايم لان عندي على مكالمة بصادر على الخطة المطار الشمالي محتل أي لسه المطار الجنوبي أموره طيب المطار الشمالي محتل الجنوبي هو الوجهة فحنا الهدف أنك تصل المطار الجنوبي ثمانين كيلو عندك هذه الزمن مقفلة طبعاً لما أقصد مقفلة الميليشيات كل مئة متر 150 متر مقفلين الطريق يعني يفجرون الجبل يطيح الجبل يقفل يقطعون شجر يوقفون كسيراتهم رجال قرب كيف أردت بس أغلبه كده يعني سيارة يعني تسوق سيارة ما تقر تمر حجار ما أدري إيش جذوع شجر هذا مكسرين الشارع كل 100 متر 150 متر فالخطة هنا نتجا المفروض أن التقفلات هذه بس بحدود أدي الزمن عشان نحمون نفسهم من الجيش أنه يدخل الجيش النظامي فأنك تحتاج تمشي خمسة كيلو لما تتعدى التقفلات هذه ويصير فيه تكتك ينتظرك التكتك يسمونه بجاج هناك اسم الشركة بجاج بجاج ينتظرك تكتك تركب التكتك طعبك التكتك يمكن 15 20 كيلو وتصل مدينة 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 مفصلية هي اللي كده بنص التيل فبالنسبة لهم هذه المدينة اللي لقفلوها شلوا الحركة كاملة فصير هناك الدك صير هناك الصراعات هناك فبتصل بالتكتك تنزل تقطع المدينة على الرجلينك لأنك ما حتقدر تقطع بالتكتك من الضفة الأخرى والجهة الثانية من المدينة سيارة تقطع بك خمسين كيلو وانت في بحر الدار مرك طيبة كله تمام واضح واضح بيطلعون معك هذول المسلمين يحمونك تأكدوا مرك طيبة مدري ايش هذا خلاص حصل كلمت وما أنا وشافوا لبسك نابس شورت شير تسود مو مو مزبوط لبسك تحتاج بيجبون لك ملابس أثيوبية بحيث أنك ما تجزب انتباه من بعيد نقلل انتباه قدر الامكان ويعني ان شاء الله الله يحفظ قال كم طور يقول والله ما أدري خلي الشباب يجبون على ذوقهم فجاء قال طبعا قال لي في هذا الأثناء الأسبان لا يدرون عن شي الأسباب كثيرة بعشابة بذكرها بس لا يدرون لسلامتك الأسبان من فضل ما يدرون خلاص إذا جاب ذيبان الملابس كله يلفها بكيس زبالة ويجي واحد ما يجون شلة كاملة ويجيب لي إياها قال خلاص كان فعلا وحنا نتعش وجاء واحد كذا شباب مره ضهبين إبراهيم وعبد الرد هم مشن مع السفارة ترى ويشغلوا ترى زي ما رأرت اللي من يسحبني نادعني أعطاني ملابس كذا أعطاني ملابس ومشا رحت رميت أنا بالغرفة ما أنا بفاتحها وذا أنا برجعت وخلص عشاها وما نجوبها شفتها جابوا لي سويت بانت رصاصي قميص كرهات أزرق فلان الثقيل إيه أبو صادر قال لي وشلون ما دلش وما دين قلت له ترى بنبطة شعري طويل قال لا نحتاج نغطي شعرك ويجبون لي كاب آيس كاب جيد كل المقاسات كده مقنصة قايسين على واحد قصير فيهم أتوقع أقصر منه بس شباب عادي ما تفرق ما هو خلاص هذه الخطة قال اسمع خليك جاهز ضف غراضك حول الفجر كان من نص الليلة الفجر ندق عليك نقولك يالله دقت ساعة الصفر وتنطلق بيجيك يمرك بيأخذون وبشلون هم الشنطة ما تبشاهد شنطتك الباك باك معي الباك باك ما بعد تجد بالانتباه فإذا جذبت الانتباه وشافوا أنك أجنبي صارت مصيبة بس إذا شافوا واللي شايلها ثيوبي تعدي فأنت ما رح تشيل شنطتك خلاص ما بمشكلة آآ جالس على عصابي دق علي علي الليل قال اسمع خلاص ما بصير نصلي بتصير الفجر خليك جاهز أنا نمت ذيك الليلة ما دي شون نمت شكذا شعور اختبار ممكن تموت بك رمكم ما تموت ما أدري قمت الساعة كم ممكن خمس قمت نفسه عجزت عجزت خلاص اللي آآ توتر قمت رحت الحمام ما دري إيش على طلعة واحد من الأسبان لا يشوفوني ذا بعد ذا ومسوي زابن ما يدروننا الحين دق علي قال لي صادر ترى الرجال الحين جايك جاهز قلت لي خلاص بيدخل لك واحد منهم بياخذ الشنطة وسريع اطلوا من الفندق رحط رجلك واطلعوا ليشوفونك خلاص واطلع أنا أول شي طبعا كنت لابس جاهز لبس الهجة من شفت الأسباني بره غيرت لبسنا لابس العادية عسين ما نشوف إنه رجعت غيرت خلاص جاهز للهجة جاذبان عطيته الشنطة قلت لأنا بأطلع أول وازبن من وراء كذا واطلع لابس الأيس كاب لابس هذا مغطي قالوا للبس جزمة ولا تلبس صندلك الله لا يفضح مسلم لا تلبس هذا طيب خلاص إن شاء الله واطلعه والحقان حين الخطة وشي نمشي خمسة كيلو خمسة كيلو بسيطة الموضوع الجو حلو تهو الصبح تهجاسة تشرق الشمس جدا جميل الجو نمشي 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 نشوف كذا ثكن ثكنات حقية الميليشيات سوى نفسك مجنون طبعا القويل حاول غطي جلدي قدر الأمكان ويديني بجيبي سوى نفسي اللي هذا ويجونهم كان لي مروني اثنين وبنقابل الباقيين هناك فواحد يجي جنبي كده يغطي علي ما أدري إيش وأنا سوى نفسي جالس أناظر مكان ذاني يا الله ما هذا المنظر الجميل الجلو الجهة الأخرى مشينا 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 اللي قينا ربعنا اللي جاء وخمسة اثنين أثم إبراهيم واحد منهم هو قائد العملية هو الأساسي عبد الرزاق أخي والله العظيم راح تساميهم بس كلهم يعني سامي عربية مسلمين ناس كويسين ركبنا التوك توك حنا كما الآن هم خمسة وأنا السادس سواق التوك توك سبعة فسبعة شخاص في توك 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 ثلاثة يكفي المفروض يا دوب ثلاثة حنا سبعة كنا سواق يمينه واحد يساره واحد وأربعة وراء ثلاثة كذا واحد جالس على الجنب وأنا من اللي وراء سكين عليه اثنين سكين الباب واحد من واحد من اللي معنا كان لابس عندهم زي الوزرة حين الوزرة زي الفوطة مفتوحة تلفها هي نفسها ملفوفة يعني دائرة مهم بطاط بس انها دائرة يحطون على روسهم يلفونها كأنها بطانية مدري إيش هو لابسها كأنها بطانية قلت اسمع أبيها بغطي حطها على راسي ولبسها زيهم تصير تغطي بعد هذا ويعطيني إياها فجالس في التوك توك كذا محشور ويميني يسار إبراهيم ويميني مدري راح اسمه يميني هذا ذيبان وماشي طبعا هناك أبو قرعاوي سبحان الله قلت فالله بس كذا الموضوع حثره بسيط وجالستي خمس أيام ومفكر وجالس يخطط ومشغل السلطات وما في أحد ما تتكلم وتواصل وإثراس ما لأتوك توك وإذا وني مكلم دولا الجماعة مباشرة كان وبنادم جاهل جاهل أنا كنت غبي جالس أفكر زي كذا وصلنا الدينة هذة اللي بالنص اللي فيها ننزل ونقطع رجل لنا بعدين ننفوط سيارة كذا وهي فيها مطقة السراعة الكبرى نزلنا يا أبو ملك مناظر سريالية يعني طريق تشوف تريلا مع ترضى الطريق طائحة محترقة مقفلة مقفلة يعني حاكة بالجدران الدرجة مو بأنك ولا تروح من حولها لا تحتاج تسلقها ولا تحتاج تنزل منها ولا تدي مدري إيش حجار مرمى يا خشاب كفرات محرقة مدري إيش شوف أثار طرق نار على الجدران وضع غريب فوصلنا وأنا نازل كذا مغطي راسي هنا وقتها حسيتنا لها والله الوضع شوية مخيف والجماعة ماشين حولي واحد شايل الشنطة والثاني يدل ومدري إيش يقول هذا من هنا كم تريلا حاجتنا نزح في تحت التريلا ننزل من تحت التريلا عشان نطلع من الجهة الثانية مدري إيش صح يوم أصبحنا أصلا هذك يعني يوم الانطلاق يوم جاء مرة ناخذ الشنطة الصبح هذا قال لي ترى الخطة تغيرت موضوع السيارة ما فيه فحنا عندنا توك توك من هنا لين المنطقة اللي فيها الصراع من بعدها ما فيه سيارة يعني الخمسين كيلو الثاني ما فيه سيارة فيه دعاء أنه يا رب نلقى بجاج ولا توك توك يوصلنا الحين حنما كانت فيه خطة كده الحين ما فيه خلال الليلة هذي من يوم ما اخترنا الخطة وأصبحت من بكرة وقمت بدينها تغير الموضوع زادت الصراعات الضراوة صار فيه ما در إيش إقفالات الطريق ما در إيش صار خلال الليلة واحدة الموضوع جايز يتغير كده طبعا كان أبو صادر والسفير كان يقولون لي أنه ممكن نخليك تجلس بس الموضوع كل يوم يتغير وتكلب الموضوع في أي لحظة فيما ندري ممكن في أي لحظة يدخلون عليكم الحين أردي الناس يعرفون هنا في 20 فرنجي 20 الجنبي وفي أي لحظة يدخلون عليكم يتلونكم صوروا رخاين يستخدمونكم ضد الحكومة فم آمن الآن بكرة اللي بعده بعده شوي ما ندري فتحتاج تطلع فهذا لحظة الخطة أصبحنا تغير في خطة ما عاد في سيارة ما في سعودي إلا أنت فيها كل المنطقة أي سفارات جعل السائل سيفك رحاوي مش غلا لا لا الله يجزاهم والله يجزاهم والله والله مرجلة والله كف أنا لي سوالب كثيرة مع السفارات السعودية مرجلة والله الله يجزاهم خير يارم يسحبون الجواز بس فخلصنا هذه المنطقة الصراعية أو النصف الطريق طلعنا من الجهة الثانية ندور تك تك قال لي بو صادر الموضوع كامل عندهم يعني قال له شيء معك فلوس بو صادر قلت إيه قال كم معك عندي مبلغ محترم عندي بين حول 2000 أو 3000 دولار كاش ومدري إيش ومدري كم من عملتهم قال حلو خلها بطريقة بحيث أنه إذا هجت الدنيا ومرة تصير هذي فلوس تعميها بهم تعطيهم الخلاص تصير هذي يعني وسيلة تنقاذك طبعا من يوم ما أصبحنا لما هذا أنا بصادر على الجوال طول الطريق طالما في شبكة يدقى لها كيف المور مدري إيش وكذا صار بيننا اتفاق على كود معين في حال أن الدنيا فقعت يقول أنا عندي واحد ممكن يدخلك ويطلعك بس إنه فيه احتمال أنه يتجي كصارات وليس يطلق النار عليه ببنخليه الوسيلة الأخيرة خلاص وهذا كان خير مطروح الخير هذا كان مطروح وعلى عسكري آخر شي خلاص يقول إذا بغيت تموت شفت الموت ما لك إلا هذا نكلمه وقتها لأنه غير كذا جايز نزيد على نفس المخاطرة بدون سبب طالما منك جايز تتحرك تمشي فهذه نسبة أن يجيك شيء أقل من أنك تروح مع هذاك فيقول إذا أرسلت رقم تسعة SMS يجيك 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 ذبان ويتلق وأنا طول الوقت أرسله إحداثيات خريط ما في عندي خريطة ما في نت بس في الخريطة أكتر أطلع مني الإحداثيات فأرسله يا رسالة SMS أنا هنا أنا هنا أنا هنا فمتابع معي يعني أتوقع هو كان متوتر أكثر مني في مناطق كثيرة كان الشبكة تروح فجأة اللي يدق راح الولد خرصت كذي اللي ما يرد شجاه عدينا قطعنا المدينة هذه جس ندور تك تك لقينا تك تك أقنعوه الشباب مدريكم يدفعون لون بيوصلنا وكل الحقين تك تك خايفين اللي لا ما أبي يجيني شيء ما بيموت ما بيمدري إيش هذا أقنعوه ما أدي على إيش تفقى بس أنه بيوصلنا لين إلى أني شاء الله ركبنا وشيل الغطى وقتها جالس يعني وقتها أنا جالس أعرق يعني أنا لابس في لين الثقيل آيس كاب فوقها هذا والدنيا بدت والشمس بدت تشرق أو أشرقت بدت تحتر فطلعنا ركبنا التوك توك الحمد لله أخير هتنفس ما كملنا عشر دقائق في التوك توك فرجعوا وقف الطريق أناظر كتيبة كاملة من الميليشيات حوال أربعين خمسين آدمي بأسلحتهم بعتادهم بمدري إيش وقفين نصف الطريق الموضوع حبال كان يعني نصوره فيديو نصوره كذا واتزابن وراء كتف هذا ويا دوب نصر الشاشة كتف جداً 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 مخيف الوضع يعني المخيف لدرجة يعني أنا ما عندي مشكلة مع فكرة الميليشيات أنا عندي مشكلة مع عشوائيتهم وعدم يعني تنبؤ بتصرفاتهم ما أديش ممكن فجأة يسوي فجأة إيش كان يعني جزء من من الميليشيات من القروب هذا الكتيبة اللي قدامنا كان يرقصون يرقصون بسلحتهم ف إيش ممكن يسوي لي هذا فزابنين وقفين حنبت تكتك كلنا على أساس يالله يهديهم يخلوني نمر فجأة يجينا رئيسهم وشلاحه وانزل أنتو إياه أوف أوبا طبعا تسعة 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 لسنا بعد تسعة ونقطة برضه صبح ذاك اليوم قالوا لي الشيخ إبراهيم والعبد الرزاق والجماعة أنه إزبن جوازك لا تعطي الميليشيات لا توري الميليشيات إلا إذا كان هذا الخيار أو الموت قلت ليش يعني في كان خيار الموت مطروح كثير يا شباب ما أدلوش السالفة قالوا يعني بداية ما يحبوا المسلمين فهم أصلا عندهم مشكلة معنا حناء كمسلمين بعدين أنت سعودي ومسلم فجأة بتطيح في وسط المعارك حقتهم ووسط الصراعات حقتهم رزق من الله جاهم بيتلونك ويووو وش ممكن يسوون وش ممكن ما يسوون يعني وخاصة سعودي بالتحديد يعني ممكن لو لو حكوا يعني شخص من بجو في فيديو واقفين خمسة وحاطين سعودي أيوة أي يا هيا كموتوثيوب يعني العلاقة بين الحكومة ثيوبية والحكومة السعودية علاقة قوية بتصير ورقة تفاوض ورقة تفاوض جدا قوية فقالوا لا تطلع جوازك قد الأمكان نزلنا هذا نرجع للكتيبة نزلنا ذبان من التوكتوك نزلوا راعة التوكتوك قال خلا نفتاح التوكتوك شو تلوا التوكتوك صرقوه رح ما دوي صرع راعة التوكتوك يقولوا نوش دل اللي على ظهرك نزلها نزلها اطرحها شي شنطتي كان شايلها عبد الرزاق شنطتي قتلك فيها مبالغ يعني توقع ما قد واحد منهم قد شافها قدامهم فيها اللابة يعني الأشياء الأشياء اللي فيها اللي قيمتها عالية تاصل قيمتها ممكن حول 5000 دولار ولا 4000 دولار غير الكاش اللي بالدولار ومزبن هنا شوي مزبن هنا شوي مزبن من هنا وبعدين أنا صارف فلوس كثير من عملتهم ولسه باقي عندي كده رزم كده يعني كانت الفكرة اني بصرفها على أساس فمزبنها بالشنطة يقول يا الله افتح ويجي عبد الرزاق بيفتح يعني هو ما يعرف الشنطة يعني شايلها بس مو ويفتح أول سحاب يفتح اللي فيه الفلوس يا الله يا الله يا الله يا مزبون يا أخي ليش شد حيلك ليش مجتهد وصلك وقلت اه افتح من هنا افتح من هنا وانا لاف اللابتوب بتلافوا بصراويل كده مع الاساس مزبن اللابتوب ما ودي يشوفونا يقولون هذا يمسك الملابس ويمسك كل الأغراض بالشنطة يفتحها كده يرميها بالشارع ينثر نثر ايش عندك هنا طبعا ما دل بس توقعني يقول كده ويرمي من اوه اللابتوب لقاه واشوف اللي وراء طبعا الرئيسهم هذا شوي عاقل اشوف اللي وراء من اللي فهمت منه اوه خلنا سرق الفرنجي اخذ اللابتوب هذا ورماه اح واللي يمسكه واحد من اللي معي كده وهذا وصك عليه كده اللي كان موجود وملقي ظهره لباقي الكتيبة وراء ويدور توقع كان فعلا يدور سلاح ولا يدور يعني شيء هذا انا وقتها طبعا وهو يفتش واحد يقول يالله ايدياتكم وانا زاب نلابس هذي وسوي نفسي كده اللي اناظر على جنب اللي يا رب ما ينتبه لي انه واضح اني اجنب خلاص بس هو يتأكد من الاثيوبيين انه موه بعسكر موهب مع الحكومة موهب مدري ايش فان شاء الله انه ربي هديو ما يمر علي ما يمر من عندي يقول لي لا ايدي ما عاييت اطلع الكلمة ها شو لين ادى ذاك وعدت ولا ضلعت له ايدي ولا شيء يوم خلص دائم من الشنطة قال يلا يشر لنا كيديد انا لمشى هذه الاغراض تدحشها بالشنطة وشيل يا حبيبي تك تك راح تك تك راح راح ما عدينا طلعنا من النقطة بتجمهر وحقتهم يمر التك تك حقنا اللي كنا جايين فيه طلعين منهم كذا نخذين عناصرهم وطلعين مع الباب برشاشة جنون جنون يمر دباب فيه اربعة كي صفين واربع عضف ومعهم رشاشة ما يريحين شيء قدام فكل شوي كم يعني مجموعة منهم يمرون يشطفون وحنا ماشيين ماشيين ومش وانتا ساكت كان ابو صادر كان يسألني كل شوي كان يكلمني قبل الكتيبة كيف يمرك وشلون اللي معاك هل هم خايفين هل هم متوترين هل لأنهم خوفهم ذا يعني مؤشر على الوضع لأنهم هم فاهمين أكثر مني فكنت أقول لا والله ينكتون الشباب وامورهم طيبة عقب الكتيبة الشباب طرم صرت أنا نكت قلت الشباب والله زانت الأمور ها الحمد لله عدينا كان ابراهيم ما يتكلم عربي عرف بعض الكلمات توقعت تعلمهم مدرسة إسلامية كذا فكان كل شوي يلتفت علي قولي أبشر حلوة بس كمل لي إياها أبشر بإيش أبشر بالجنة بنموت أبشر بنطلع أبشر وشي يا ابن الحلال بس ما يعرف الله كيف حالك الحمد لله قل أنت كيف حالك كيف حالك آه ما عليك فهم الحالة بس أنت تضيع فكيف حالك كيلو لحد ما لقينا لحد ما لقينا تك تك ثاني طبعا الطريق فاضي نشوف ناس كده شالين نعفوشهم على روسهم مواطنين عادي جيين أو رايحين فكان شوي مطمئن أنه مو بس حن الحالنا تماما في الشهادة فاللي جيين كنا نسألهم شباب فيه تك تك تشوفونه كيف الوضع قدام كيف الوضع قدام فكلهم يقولون ما في تك تك ما في مدري نمر بعض الأماكن نقطع قرى يا شباب تك تك يا جماعة يقول الله يسلك ما حد طالع طيب يا ما فيه وصلنا لقائنا تك تك أقنعناه بيوصلنا خلاص ووصلكم باستراء إلى حد معين بعدها أنا أعتذر مم مشكلة أي شي طبعا أنا قام الصبح على لحم بطني ماكل شي معي قاروت مويا الألمنيوم هذا المعدن 750 ملي هذا المويا معي ماشيين وقتها صارت ساعة عشر 11 تمثيل ركبنا التوك تك هذا آخر التوك تك وحين نعقبه الكتيبة قطع دنيا يمكن عشرة كيلو شي زي كيلو مم مسافة كبيرة نزلنا قال إلى هنا أنا أستاذنكم معتدر ما يقدر أكمل الله يسلكم أتمنى لكم التوفيق ننزل نمشي كل شوية يقولون في ديرة جاية تسود أننا نلقابه توك توك طيب متأكدين ما في شيء أكيد وصلت أكلم لبصادر يعني والله كذا 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 طبعا طول وقت أنا أكلم لبصادر هل في نقدر نكلم أحد من الديار اللي جاي يجينا ياخذنا وقتها قطعنا يمكن حوالي 20 كيلو كربنا تعب طبعا التعب ما كان يعني ماشي 20 كيلو عادي الماشي 20 كيلو سطلق نار تسمعه وانت ما تدري وش جايق قدام وما تدري إذا تقدر ترجع ما تدري وش جدا مخيف نمشي 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 لقينا مكان يبيع أكل كذا بقالة بوسط بيت مدري إيش فقنا نا نا خلنا بس أي شي ناكله يرد جوعنا دخلنا عندهم بسكيت مكسرات أنا أذكر بالضبط اللي كلته بسكوت بولد وعندهم كذا صادر السعودي ساودي ميد مكسرات سفينب أتوقعوا كذا ومويا كلنا شوي شربنا شوي يلا يا جماعة ما في وقت نمشي لأننا نحن ما ندري يعني الفكرة نحتاج نناصر قبل غروب الشمس تغرب الشمس ما تذجي شصير نمشي نمشي كل شوي يقولون الديرة الجاية عقب ثمانية كيلو عقب عشرة كيلو بناصر وإن شاء الله نلقابها تك تك نلقابها بجاج نمشي ولا في لا تك تك ولا بجاج ناصر القرية يقولون والله نعتذر ما عندنا والله ما حد يطلع وتشوف التكاتك واقفة يعني مو بنا تزين لا موجودة بس ما حد ما حد يطلع فخلاص في بالي ما بقال لبحر دار بقيع على بحر دار كان وقتها عشرين كيلو لخمسة عش كيلو قالوا في قرية قبل بحر دار ثمانية كيلو المفروض إنها نلقابها طبعا كل الطريق هذري ماشيين وكلو مقفر كل 100 متر 200 متر 600 متر بالكثير في تقفيلة يعني مو بأنه والله مفتوح لا تلقى تقفيلة التك تك اللي كنا ركبنا ومشابرنا ثمانية كيلو كل شوي نطلع ندخل على مزرعة ندخل مدر وش شو مرات ننزل من التك تك وندفه عشان فيه غراز من هنا مدر إيش ها آخر ديرة وحنا نمشي الجماعة اللي معي بدوا يكربنون بدوا يتعبون يعني إبراهيم هو المسؤول كل مكبار يعني فوق الأربعين خلن نقول عبد الرزاق هو الصغير عمره 21 22 بالجامعة كذا كان كان يدرس شيء رياضي عن الرياضة فكان الرجل حرك يتحمل يمشي وهذا فكنت أنا أنا وعبد الرزاق كني يقول يلا جماعة امشو امشو نحتاج ما دري إيش أحمد واحد يعني ما شاء الله عليه طول بعرض وقد لينا بدأت توجع فصال يتأخر بدل النعال مع مدي بدل الجزم مع عبد الرزاق صر هذا ما دري إيش وصلنا المدينة أو القرية اللي قبل بحر دار المفروض اللي نلقى فيها التوك توك مدينة كريهة جدا بالطول صايرة فصايرة امتداد الهايوي تقريبا كيلو وين وهي تمشي مع المدينة فنمشي طبعا طول الطريق كنت مرتاح جدا أنه التخفي اللي أنا مسويه جالسي ساعد يعني بالعادة قبل هذا بأثيوبيا أمشي كلهم فرنجو فرنجو بزراني ركضون حوالي مدروش كنت مصور مقاطع كذا كنت أنكت اللي أصور واجههم من أرفع خمسة عشرة يلحقوني بزران بس ذاك اليوم لأنني كنت لابس ما كان مبين بالقرية هذيك بدأوا ينتبهون لي فرنجو فرنجو صار تجمع علينا وقتها أنا وابراهيم وعبد الرزاق متقدمين والثلاث متأخرين صار يدق عليهم أنهم يلا هستعجلوا صار الناس يتجمع علينا مدري إيش ما أدري مين جاء يعني ما أدري شو منصبه بسمعوا سلاح جاء وقفنا قلت له آيدياتكم وأنا أسوي نفسي مجنون اللي كان يا عمي نحن نار أنت تطلع لآيدي وناظر إبراهيم اللي الش السوات خلق صريح ما تقدر تسوي مجنون وطلع هذا قال إبراهيم هذا آيدي ويعطي قليل أنت أنت طلع آيديك وناظره السعودي كيف يخذي كيف يخذي يقدر أخذي مكيبوي قال شو عندكم هنا كان يتكلم مع أحمد مدري هذا طبعا كلام كلهم أغلبهم هاري ومكسر إنجليزي مدري إيش فصار يقول لهم هذا لا ممنوع ما أنتم كملين ما بقل على بحر دار يا عزيزي ثمانية كيلو وردي مشينا فوق ثلاثين كيلو خمسة ثلاثين كيلو وهي لا إن شاء الله ندخل آه آه لا عد قال لا تروحوا تاخذون لكم سكن هنا تناموا ما تكملون يا ابناء هلال أرجع لنا آيديك خلاص الله مشوه واعتقد أنه خلاص مشوه وروحوا السكن والروح لهذا ف خلصتنا قال لنا خلاص أمشو أعطانا الأيديات والجماعة ها نسكن هنا نكمل نبات الليلة هنا بكرة نكمل كنت يا جماعة الهدف واضح نحتاج نصل بحر دار الليلة يعني بحر دار كان وضعها يعني حسب ما نسمعها كويس آمنة فيها هذا بس إنه تحت سيطرة الجيش ما هو الميليشيات فالهدف بحر دار قالوا يلا بحر دار بحر دار حولنا نمشي فصار يسألون اللي موجودين بالشارع كيف الوضع هناك كيف المدروس شو ما أدري من قال لهم واحد منها قال فيه جيش هناك ما راح يدخلكم فجأة اللي معي عنه دو كده حرنه وحرنه شفت البعير لا تمشي وقال هذا مكاني ولا ما تحرك قالوا ما نحن نمشي فيه الجيش قدام وخطر وشلون جيش ايش جيش الميليشيات حق الميليشيات ولا الجيش الحكومي قالوا لا لا ذا ولا ذا قلت ما هو بحرب عالمية يا الحكومة يا الميليشيات وما هو الميليشيات فهو الحكومة مرنا طيبة إذا الحكومة عندي الموضوع أنا سفارة يكلمونهم عادي قالوا لا ما ديش طبعا أكلموا ببصادر ومترجم يكلمهم ويشدوا عليهم هناك وأنا ما دري إيش يا دوب يا دوب داسين راسة مشيهم تعبانين ماشيين مدري كم ألف كيلو ماشيين يعني كان وقتها عيني فوق الـ 35 كيلو ماشيينها وهم يعني توقع ما قد مشوا من زمان أو ما قد مشوا الفترة هذه ومسافة هذه فبدأنا نمشيين نرجع شوي شوي اللي بدأنا نشوف الجيش طبعا وقتها نضع نقطة هنا أو فاصلة أعلنت الحكومة قلنا نحن يوم الجمعة عن حالة الطوارئ بعدها بيوم أو يومين أعلنت الحكومة أن الحل ما راح يكون بالأسلحة الخفيفة راح ننزل الأسلحة الثقيلة وأن السيطرة راح تكون بعدما ننزل الأسلحة الثقيلة فأنا موجود في بالي الموضوع هذا فجلسي نقرب البحر دار ونسبع اشتباكات نسبع نطلق نار نسمع ما أدري مقذوفات ما أدري ما كانت ونشوف الجيش الجيش ربعنا أجماعة أخيانا أمورنا طيبة هم ماذا وشفيهم مرتعدين وخايفين من الجيش نامشي دبابات طالعة وأنا أصور زابن أم البشرشف اللي ما أخذه من السعيد كده مسوي ومسوي زابن ويطلع على هذا ويجي عبد الرزاق ما جاء الله أنت تصور فكنا سكفة من الرزاق أول مرة أشوف دبابة في حياتي كذا تمشي وقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر كان فيه أنباء وكذا أنه هل الجسر سيطروا عليه الميليشيات ولا بتحت سيطرات الحكومة بذلتوا تحت سيطرة الميليشيات ما حنقدر نمر نحتاج نمر يا شباب واللي معين محرنين لا خلاص نكفي نربات ليلة قربنا هذا بحر الدار نشوفه حن من بعيد خلاص ننام وبكرا نكمل كتا جماعة مو بعشاني داني أنكم أنتم الخطة هذي كلها عشان توصلوني أنا بالسلامة والله إذاكم الجنة بس حتى خطر عليكم أنتم تباتون هنا يعني اليوم هذه الحكومة موجودة هنا بكرا ما تديد الميليشيات هي تجيهم ولا الحكومة بتطلع لهم فبكل الحالتين بصير نقطة صراع قدام فغلط نحتاج نكمل فقنعناهم ها حا قطعتهم حبة حبة وصلنا للجسر الجسر تحت سيطرة الحكومة لأمور طيبة سندخل بحر الدار اللي جازت فيها كم يوم وتمشيت فيها مهجورة شوارع محرقة كفرات كده بأثار حرق مدريش مكسر صار فيه صراع صار فيه اشتباكات هناك وسنة رجعت الحكومة سيطرت عليها دخلنا حن الحين بعد اللي سيدي عن نوع ثبار دخلنا بحر دار رسمي فيصل أخوي معي على الخط هو مع السفارة يدورون حجز طيروني من بحر دار الأدي سبابة أدي سبابة مورها طيبة بس هذا الولاية الشمالية هي اللي فيه المشكلة على أقل وقتها فبنلقى حجز شركة الطيران الثيوبية حطنا في المطارات مقفلة ما تريد إيش فيصل قدر يحجز يناسق مع السفارة وقتر يحجز الساعة بكين ست ونصف المغرب كده طيارة ونطالع منها من كم؟ من ست الصبح أنا طالع أنا من خمس فنحتاج ناصر المطار الساعة ست دخلنا حن بحر دار من المدينة كانوا اللي معي الشباب اللي معي يقولون سيف تكفى يرحم أمك تكفى يترجوني يكلموا بوساطي يشوف لنا تاكسي متنا تعب نهلكنا مشينا وقتها فوق الأربعين كيلو تكفى سيف شوف لنا تاكسي قلت يا جماعة أنا يعني ماحتاج لديك لبوساطي بس متأكد أنه جايس يدور قالوا طب يلا عشانك وادقال قدامك قال سيف أحرف لك بالله جايسين أعرض جالس أعرض ألف دولار التاكسي بس يوصلك عشر دقائق ما حد رافضين ما حد قابل ما حد بيطلع بالسيارة ما حد بييداء شو ما أسمع يعني الوضع جدا متأزم قالوا طيب هذا الفندق هنا خلاص قلت أسمعوا أنا عندي شفت العالي كنت ساكن عنده مرة الأولى قلت هناك أنا بسكنكم بعيد عن هذا أقرب للمطار ومطار فيه صار هو البيس هو القاعدة حقه الحكومة فهناك أقرب فأمن لكم هناك هو بالطريق للمطار ومو مرة بعيد فخلنا نروح هناك ناموا أنتم هناك وأنا بكمل الحالي دقت عليه قلت له أسمعوا أحجز حق خمسة أشخاص جايينك مدري إيش والذكر راع المكان كان عنده راع البيت كان عنده دباب شو طيب أسمع غير الحجز تقلت وصلني المطار بدفع لك أبعطيك أبشتري الدباب قال لا ما أقدر أسف ابن حلال كان وقته باقي ساعتين توقع ساعة ونص على الرحلة على الرحلة والطريق يمكن باقي سبعة ثمانية كيلو طيب يمدي منطقيا يمدي شد الهمة يا حبيبي وقفنا طبعا دليتم على الهوستل أو المكان هذا وقيتم الله يسر لكم عبد الرزاق هذا الصغير قال والله ما تروح لحالك أوفو قلت ابن حلال أنا الطريق هذا نفسه فعليا الطريق هذا مشيته يوم أجي أول مرة عارفه عارفه ماهب مم مشكلة قال له والله ما خليك تحالك الناس معطى القنار وارك بعيد من جهة ما دويش قال والله ما تمشي لحالك هذا الجيش قال لحطة ما والله ينسك الجنة يمش معي طبعا أول ما دخلنا احنا بحضر أنا أخذت الشنطة خلاص الجماعة تنقل الشنطة صار كل واحد يمكن مشابهة ثمانية كيلو ولا شيء زي كده فصار الحين الجزء الأخير برضه جزئي شنطة يصل فأشلتها وصلت ونعم ماشيين حاتم أنا أمشي كثير وحرك أعتبر نفسي رياضي إلى حد ما رجليني ما أنا قادر أحسس فيها عظامتي توجع العظم نفسها المشطة الرجل يوجع ويا الله نعمشي نعمشي وصلنا آخر خلاص اللفة الأخيرة حقية المطار تدادها كيلو وين قلت لي ولا فيه دبابات وقفت وصلني كالب كالب خمسمائة بر عشرة دولار ولا مدري كام قلت له خلاص يلا خمسمائة قل لي عبد رزيق غالي كنت في الحلال أي شي يوم ركبنا قال حق الدباب ادفع الحين قلت لا هذه ادفع الحين عرفها هذه لمعنى ثلاثة ما حنب راحين أصلا ما حنب وصلين بتأخذني الحين وبتسرق قلت لا فعلي كالوصلنا هناك آآ آآ مدري عيا تو خلاص مشيت أنا مدري كامة 40 كيلو ساكت على الكيلو اه مشي ها يعني ولا يخطفني ذا ولا ينتفني ذا يسرقني مشي هنا مشي هنا جادة باب ثاني ووقفه وقلت له دا وانت كامة عطيته وصلني آخر كيلو والله آخر كيلو يا حال في دقيقتين ايه اتذكر صورت كذا اللي خلاص وشلت طبعا ونا أمشي حنا ماشيين للمطار كانت معدات الجيش طالع من المطار شاحنات مرت قدامي على الأقل ثمان شاحنات شاحنة عرفت الكبير الكبيرة وصيرها عربتين كل شاحنة فيها على الأقل مئتين عسكري مئة وخمسين عسكري فرد عدد الأفراد اللي منزلينهم الجيش على الأرض مهول يعني ما دي قديش الميليشيات تشكثرهم بس هذي امدادات زيادة واردي يصنى الجيش موجود هنا فهذا هو توم جي من المطار غير الدبابات غير المدرعات والمشين قنز والسيارات الثانية ناوين يدكونهم دك وهذا صير على حدود بحر دار فأنا يمشفتهم الحمد لله أنا ما مبتنا هناك صحين أنتم يعني هذا بوين بيروحون دعا بيروحون مكان اللي حنجين منه طبعا بقرعاوي ما خلاها بخاطة ومر كده عرفت الأشياص اللي وراه مشينقان ثبت وأشر له ووصلني معك ما تدري يمكن يقول يلا يجو وطبعا شلت وقتها شلت وطلعت شعري أني تراي أجنبي رسمية كده يمكن يعطينك زيادة ما أدري وصلت لمطار الحمد لله ركبت رحت المطار وقلت قالوا في رحلي قبلها نبدلي قلت بدلي تأخرت رحل ركبت نفس الوقت مدري وصلت لأديسة بابا السفارة حاجزين اللي فيندق استقبل للموظف السفارة شعطيت أخوين ضبرت وهم شي أه لا لا أنا قال لبصات الحنم قفلين موضوعهم فأتوقع أن يعني يعني الله يجزاهم الجنة يستهلون والله يستهلون كل خير يعني فعلا أنت بسعب أنهم أصلا ديرتهم أديسة زمن وبيرجعون بطريقة ما بيوصلون البحر دار بيرجعون أديسة زمن بكرة أو اللي بعده فوصلت أديسة بابا سكنت من فندق بكرة الخطة أني أقابل السفير أكلمني السفير قال أنه بكرة تيجي للسفارة نقابلك ونشوفه كنت تطمن عليك ومدري أيشي فرحت السفارة تروشت ملابسي وصغة ومخنز وحالة وحالة وعطيتها للفندق تجماعة فن غسلوا لي وزبط تروشت مرتين يمكن أو ثلاث مرات والقيرة مايا فندق فندق صدقي قضحت السفارة من بكرة دخلت لنسفير سفارة إن شاء الله كامل كلها كده سكان ومباني سفارة مدري أيش دخلت عند السفير جلسني قال تفضل شو السالفة عطنا السالف وأبدأ يقول والله صار كده كده طبعا كان يقول يسألني يقول لي سيف أنت مش لون كنت أصم وش وداك لأدي الزمن مش لون قدرت تطل لأدي الزمن كان معك باس ولا تاكسي ولا ما يدعو الهيتشاكين فأنا كنت مستح شون أقول صار حوه أني أخاف أني بيصفق كف أشغلت أم لا لك أربع أيام هتحاكين يا عدهو فعليا هتحاكي باكتش في المدينة يا سعادة السفير طبعا قال لي باش لون كنت له باس يعني الباسات العامة قال ما شاء الله عليك والله يقو قلبك يا ولد القرعاوي راكب بساطة عامة بثيوب يا في أسوأ بس ما تدري يا سعادة إيه اللي في أسوأ بس ما تدري طبعا أنا أقول لك ليش أنه أو كيف أنه أنا وصلت في المكان الصح والهذا أدي الزمن كانت آمن منطقة بالمنطقة كاملة بالرغم أنها تعتبر مركزية في الصراع إلا أنها ما كان فيها صراع مقارنة بالهذا ما دخلوا بيوت الناس ما أدري إيش لو أني جلست بقندر كانت أخطر لو أني رحت للي بالة أخطر لو أني كملت ما أدري شو أخطر لو 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 ف سبحان الله المكان اللي طحت فيه وانحبست فيه وجلست فيه من الله السفيري خلصت ما أدري إيش قال لي طيب سيف سألك سؤال شخطتك شو بتسوي بعد أثيوبيا والله يشوف زامبيا قال سفيري زامبي لا يدخل هذا لا يدخل قلت له زامبيا ويعني هو الخطة أصلا زامبيا بس كان فضني أجلس شهر بأثيوبيا بس يعني نحن ثلاث سابيع أو شيء زي كده ف بتكي سبوع زياد وليه كم يوم هنا بأديسة ويشوفوا الشباب أخويا هم بروح الزامبيا قال له قل اسمع ما أقدر أجبرك ما أقدر أجبرك بس تابعي نصيحتي طبعا عشان نفهم سياق النصيحة قبل عدد من الشهور سائح صيني خطفوا الميليشيات أوف وقال له تابعي تطلع قال إيه قال بسيط الموضوع ادفع 10.000 و 15.000 دولار مبلغ مقابل حرية الشخص وحياته مبلغ لا بأس تدفع وانت تضحك تقول الحمد لله فدفعوا ذي بان دفعوا ما دعوا إن كان الموضوع ولا هذا دفع الميليشيات أطلقوا صراحه راح الأديسة بابا بيركب طيارتي بيرجع للصين خلاص ما عادة بيدلس ويتلونه الحكومة الأثيوبية أوف تعال يا حج أنت ممول للإرهاب يا الله ليش تدفع للميليشيات الآن عطيتهم المادة عطيتهم يقدرون يشرون سلاح يقدرون يقدرون وتمت محاكمته والحكم عليه تمويل الإرهاب كان عشر سنين سجنه شيء زي كذا طبعا هل تم الحكم هل تدخلت السفارة للصينية هل 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 ما أدري سنه دخل فيها بس أنه دخل فيها يعني أصل الموضوع فيقول لي سفير قال عشان عشانك والله يا ولدي أنت عارفين الحكومة الأثيوبية عنك وعارفين المكان اللي كنت فيه عارفين كل شي ففجأة أنت جيت أديس بابا فبالنسبة لهم إلا ما تستعاملت ودفعت للميليشيات مع أنه غير صحيح بس ليش تنتظر يمسكونك وتدخل بسين وجيم وتحط نفسك الموضوع هذا تحقيك بعدين خلاص الليلة تطلع من أثيوبيا ولو تبتسمع بمرضو نصيحتي وتدخلت هذا لا تروح لزامبيا رجع للسعودية يعني أنك تحتاج تسوي شي حتى تطلع من أثيوبيا حتى ترجع لسعودية يعني تطلع من أثيوبيا وتروح لزامبيا عادي كويس بس أرجع لسعودية جيدا كان الوزارة الخارجية تتابعة مع السفير بشكل يومي عن الموضوع فأريد فأريد أسمع أرجع شوفهم ويمك طمن هلك عقبة يخلي رحل لزامي ولا فكرة من طب وينت حجزت التذكر والله بليل حتى حتى مصباح سواق السفارة الله يجزاه خير ما أعطان جوازي إلا عند بيختمون الجواز ما فيه ثقة يتأكد يقدام الجوازات داخل معه معه تصريح دبلوماسي فعند الجوازات توقف على راسي يختم لك خلاص هذا الجوازك يلا رجعت رجعت السعودية يا زينة نظافة راحة أمان أمان طبعا هلي ما يدرون إلى الآن لا قلت لهم ما هدتم الموضوع نزلت في فيلوغ شفت التصوير هذا شفت الفيديو يعني ما كنت صنعه أسوي في فيلوغ بس كلت الدنيا كده والتصوير بالطول كله كأني ما دري إيش فأهلي قلت له بيشفونا في فيلوغ فصرت أمهد للموضوع اللي قلت والله يا أمو تذكرين ثيوبة والله ترى حالة الطوارئ صدقي طلعت جو مدري وين شو اللي سولف لهم الجماعة الأسبان طبعا حنا خلال الهجة دقت علي القايد قبل قبل يمسكون الكتيبة قالت سيف أنت طلعت قلت لا أي والله طلعت قالت وشلون أبكلم السفار الإسبانية غير ما يصلح كيف كيف طلعوك إذا السفار السعودية قدروا يطلعونك لازم السفار الإسبانية تطلعنا مدري إيش قطع الخط الشبكة سيئة ما قدرت تواصل معها مرة ثانية إلا عقوبة الكتيبة ما عقوبة ما مرينا الكتيبة لا تطلعون اجلسوا اجلسوا أنا مدري كون من ريت هيت حسب أنه الموضوع سهل أنا عدي لا أنا مو بسهل اجلسي هم سعطعش آدمي وشيبان وش تمشينهم وش مدري جلسوا زيادة رهينة هذه جاية رتبة مر طيبة وجلسوا حول كم حول أسبوع زيادة عقوب ما جلستنا أنا جلسوا قريبا أسبوعين بالأخير فعلا عقوب ما الحكومة سيطرت على المنطقة أرسلو لهم هليكوبتر عسكري وشالهم طبعا هم ورجعوا المضحك في الموضوع حاتم أنه خلال جلستي معهم كانوا الأسباني حاولون يضغطون على السفار الحكومية بإيش بالإعلام كان في منهم واصلين كبير يعني علاقاتهم فكانوا يكلمون يرسلون رسالة نصية لإسبانيا عن الوضع أنه بنفضاح فكان العلامة الإسبانية قام يتكلم عن الموضوع فبدت تتحضرك الحكومة الإسبانية والسفارة الإسبانية والمضحك تصلنا للأخبار تصلنا كذا الخبر اللي إن كتب مدرش 19 أسباني وقرعاي مم موجود ما في سعودي في الموضوع طيب شبك 20 أسباني يعني إنسان معهم أنا برضو سائح زيهم بس لا ما كأ قلت خلوكم دائما أنكم ما ذكرت أني موجود هذي طلعت وخلي ما جلست كيف نمت أول ليلة فأرض الوطن طبعا أنا البيتي أس دي اتككت بعد ما رجعت استوعب استوعبت اللي أنا كنت مريت فيه عقب ما رجعت هنا يعني أول يومين هنا كنت جالس كانت رجع لها الرياض مبعد جالس عند العيال كده كده عرفت اللي مفوت أبو قرعاوي لسه ما الود ما بيقمعش آآ رجعت الخبر رجعت هذا يوم مره يوم يا الله إيش مريت فيه أنا إيش مريت فيه يعني ما يدل الواحد كديش يعني لو أنا خططت يعني لو حطول المشكلة هذا قال خططتها أفضل حل لك وعندك ما كنت بقدر أخططها بنفس الطريقة اللي صارت سبحان الله حفظ من الله وزانت وطلحت منها الحمد لله ولا أمك أم فيصل لا يحفظها شردت فعلها أول ما درتها أنا مهت لها على أربع أيام وخمس أيام والله كل يوم على المغرب معلومة مو بمعلومة طبقة جديدة من القصة يعني كده واللي والله إيه كنا نسمع طلق نار إيه بس ما هو بلمنا ما بحوالنا اليوم اللي بعده إيه شفناهم اليوم اللي بعده الجثث اللي كنا نشوفها بس هم مواطنين بس الميليشيات عادي ما لنا دخل حن فالحمد لله ما كانت فيه ضربة قوية فجاه الخبر حبة حبة شكرا شكرا للوطن أيو الله أيو الله والله هنا تشعر من جد في الوطن يعني دائما نسمع سؤال حتى الكويتين الإماراتيين اللي يقول لك والله كنت فيه ديرة كذا كذا وفزعت لي السفارة السعودية فأول مرة أشوفها القرب هذه السؤال يعني السفارة السعودية السفارة السعودية بشكل عام حول العالم يعني فعلا هو خط الدفاع الأول حقك أول شي خلاص تنحل مشكلتك بإذن الله وبيطلعونك من المصيب اللي أنت فيها بتتسهل يعني بنغلاديش بالمكسيك بالثيوبيا بشيو برنامج 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 اسمه أنا وسفار أنا وسفارات الوطن طب متى بتعقل سؤال جميل هو تراحل مطروح على الطاولة له فترة والله السؤال ما في ما في ديدلاين معين ما فيه تاريخ معين بس أحس يسألوني الناس إلى متى بتسافر تديش الجواب اللي ما وقف سفر اللي ما عاد خلاص أعاف الموضوع إيه بس عندك حياة عندك استقرار بتتزوج بتخلف بتعيش حياة طبيعية صح حياة طبيعية ما هي بالأصل هي المريحة هي اللي خلاص نقول التسلسل الطبيعي تصير فيها هل ممكن أتزوج شخص تتزوج يعني بنت نفس جوه في السفر نعم ممكن ممكن نأخر موضوع العيال مو بشرط أنه لازم أجيب عيالة الآن ممكن ما أجيب عيال مثلا طبعا ما تبحرت أنا في الموضوع هذا بس أنه ما يعني طالما أني أنا منغمس فيه طالما أن هذا اللي في بالي الآن فممشي فيه ممكن أقابل بنت الحلال اللي قد تزوجها تصير معي وتصير هذا والله يعني بالعكس هذا شي ومن هذا المنبر قلنا هادي أي كاميرا الشروط وعبها سنة في المكسيك يمدي سنة في المكسيك قديش تقدير تقبليك في المكسيك بس يعني هل هذا السؤال ملح ولا مو يعني مو مفباح ملح من جواي ولا من ضغط خارج دائما موجود دائما موجود شخصيا هذا سؤالي أنت الحين هل تحس أنه هذا نمط حياة تقدر تعيش علي للأبد خمس سنين زيادة ولا هل تحس أنك بتجي أنا أقول لك شخصيا لش أنا حريص على الزواج والأجاب وكذا أحس أني إذا صار عمري ستين أو سبعين إن شاء الله يظل أعطاني عمر ما بيكون عندي في الحياة شيء له قيمة أو ثمن إلا أنه عندي حولي أسرة كذا أنا بمسسها وبالي وكذا هذا الفكرة ما تجي في بالك إلا صح بس يعني مثل ما ذكرت لك يعني أنا من الأشخاص اللي قابلتهم مثلا شفت وحده تذكروا دريغو نمط حياته مختلف تماما عن المعتاد وعنده عائلة وعنده ثلاث بنيات الحين واحدة منهم تدخل الجامعة كبرت عادي في أشخاص قابلتهم يسافروا معهم عيالهم في أشخاص مثلا ستة شهور مسافرين ستة شهور مستقرين خلال مثلا السفر يصير تعليم منزلي أو تعليم عن بعد ما أشوف في عوائل شفتها عائشة عائلة إيه عوائل عجيب ومعهم أطفال سنتين أنا أتذكر شفت كان في النيبال إذا ما خبضني عائلة فرنسية طبعا باختلاف يعني أنا متأكد تماما تركيب المجتمعية عندهم في فرنسا تختلف عن السعودية ودائما نقول أنه أصلا كثيرين يسألوني هل تعيش في السعودية نعم أنا 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 عايش في مكان ثاني ما راح استقرر إلا في السعودية ممكن يكون عندي في بيت في المكسيك وبيت في السعودية عادي بس هذا مثلا عايشين معهم عيالهم كده وراء بعض ثلاثة أربعة خمسة ولا ثلاثة أربعة ستة يعني العمر المزعج اللي الله تمسكهم ما ذلك راحين فيه مدري وين ويسافرون أغلب السنم سافرين صعب نعم مستحيل لا هل هذا اللي أبيه ما أدري يعني ممكن خلال سنتين ثلاثتين أقول إيه طفشت أبيصير الموضوع موسمي بالنسبة لي ممكن وعادي ما بالأخير أفكارك أنت يا حاتم وأفكاري أنا قبل خمسة سنين قبل عشر سنين مو نفسها الآن واحد يشوف تصغير أراءة طبيعة الحال هل في بالك إذا قدد إذا ربطتها مع بيزنس يعني مع عاملة جالي وسعودين مادو كبرتها وكذا أنك تقدر تلقى هذا الدمج الخلط الرهيب أنك تعمل ما تحب لا تحب ما تحب هل تشوف نفسك تشتغل دائما في هذا المجال ولا تحس أنك أشتغل فيه نعم هل منخرط فيه نفس انخراطي الآن ممكن بيكون صعب بس الهدف أي بيزنس أنك تحتاج تكبره وصير فيه تصير معك ناس أكثر وريدي فيه عنده نقاج وريدي فيه مثل إيش يصير أكبر الموضوع بحيث أنه ما يقف إذا سيف موجود الدنيا ما تمشي يكون عمل تجاري يعني خلاص يصير عمل مؤسسي قائم بذاته سيف موجود حلو ومرطيبة سيف موجود الدنيا بتمشي ومرطيبة أعتقد شيء زي كده بيساعد على استقرار بيساعد على تكوين أسرة بيساعد على أني ألقى بنت الحلال تدويناتك قليلة جدا مقاطعك في يوتيوب قليلة جدا تغذي قليلة جدا مع أنك طول السنة مسافر ليه كان يكلمني يا عبد الكريم رجل رهيب عبد الكريم جدا رهيب يقول لي عنديك خمس دينات خمس بلوغات ففعلا لاحظت توقع عن عدد البلوغات اللي عندي كل سنتين ننزل واحد ولا كل سنة مدري كم توثير أتمنى والله أتمنى أني أقدر أوثق يصد عندي الرغبة والقبال أني أوثق يصد عندي الموضوع هذا بس أنه متعب جدا ويغير من طبيعة التعامل مع الناس وطبيعة التعامل مع المجتمع اللي حولك يبدأ يصير فيه جزء مصطنع حتى لو أنك تحاول تبعد عنه كامل البعد إلا ما يصير فيه جزء مصطنع اللي خلني بروح أناكيكي بصور أنت بمجرد ما فكت الفكرة هذه طلعت عنه فبتصير تحدد التجربة حسب توثيقها مو حسب تبطيشها ولا لا صح الشيء اللي حلو أنه يتوثق ما أسوي مو العث فعلى شيء كذا في مرات كثيرة مثلا أشياء كثيرة حلوة ما أمثقتها وفي أشياء صدف أني أمثقتها مثلا هذا الفلوغ حق ثيوبيا صدفة من الله ما أدوش خلان ذاك اليوم أصور يعني حتى صمدات التصوير كنت بشاح أنا أردي بادل اليوم بس بعدين كملت ومشفت أنه فاضي ما في أنه ما في شيء سويه فكمل والله حمد لله السلام الله عزيز الله عزيز والله الحمد لله على السلام ومعي تكون حاجتين فقط شباب منزل نعي صورتك في أخ اللقاء في الفندق بيضات شود الله المستان أتوقع لنا بيسبوني الناس على ذا النقطة ولا دائم تنسب ما دي صح حصل خير طيق العافية يا حبيبي والله شكرا لكم شكرا لفريق مربع العظيم عمل على انتها في الحلقة عبد الكريم العدواني في الأداد في التصوير عبد الرحمن العطاس في التسجير والحن الصوتية يوسف إبراهيم في التحرير جميل عبد الأحد والتلوين عبد المجل العطاس وفي الانتاج غيداء التميمي وفي دارة محتوى التواصل الاجتماعي رفق أهل إيس فيعطيهم العافية جميعا وإلى أن نلقاكم أسبوع المقبل بإذن الله كونوا بخير ترجمة نانسي قنقر